موسيقى اتفضل يا سيد أخيراً تحكت عليه في تجوزتك على فكرة بقى أنت اللي تضحك عليك يا سلام لو كل بنت عرشت أن اللي تضحك عليها هتتجوز واحد أمر زي كل بنات اتمنت أنها تضحك عليها مبسوطة بجد قوي 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 هاااو لا عد الجمايل حد僕 الغرداء تحكي علي إيه؟ نفيش بس أنا بجد كانت طول عمري نفسي إن أنا زور الغرداء أو يعني عمري موضوع ما كان نفعل لا عد الجمال بقى عد الجمال ده أنا كده يعني بحققلك أحلامك أوه حاضر حاضر أحلامي كلها تحقق بيك حبيبت الرجل ما يتلك إليه يلا تعالى تركبها أخباتي عملوا إيه؟ مرحبا شكرا مرحبا بص بقى يا سيدي الفراخ كمالية هاي اللي عملها ماشي إنما الرز بقى من إيد سمر تمام والكفتة والمحشي ده هون اللي عمليهم طبعا هي بتنت في الأكل تمام وإيه تاني؟ أبقى والورد والرصة والشموة والحاجات دي كلها من إيد مرحة تسلم إيديهم كانوا مبسوطين قوي طبعا مش إخواتي وإحنا أصلا من نشغل بعض وآيتن كمان كانت مبسوطة قوي آه إنت عارب بقى إن آيتن دي بقى بذات تصعب عليها قوي تصعب عليك إليه؟ يتبان أقوة واحدة فيكم آه بس أنا بحس إليك تعمل كده بس عشان مش عايز أي حد يعرف الدهاية ضعيفة طب ما تيجي بقى تسيبك منهم كده وتعالي نتكلم كلام بخص نعم بقى شوية هنقول إيه؟ إحنا نعرف كل حاجة من بعض لا لا ما نعرفش كل حاجة يعني فيه كلام ممكن يتقال أنت ما تعرفوش زي إيه؟ تعالي أنا هقولك زي إيه دلوقتي زي مثلاً صحف جداً إلا أنا ارؤس معك السلوئ أنت عارف إن أنا كان يمسيлюсي مكاهب بسرعة؟ أ Brookler أنا كمان كتم الداء جداً ما super و لكن در… كمان كنت مداء جداً dividing بقى أنا عإنه هزم كل الناس دي عشان تتفرج عليك لا در، آنه لازم أتفرجها و يكي لوحدي كنت مداء قوي يعني و عايزها بسرعة جب أنا عرفت وحدي يهل حاجة الوحيدة أن أريد ألياً ما تعرفتش عنه يا طهري إيه؟ عم 보는 طagem هأهههههههها بترسye انى شوفت علي إيها وانتق أهههههههه أبحبك أولا ربنا أحبك ربنا ما أحبني منك كيرة مرضا هك常 آآه ححب اوه انت لو موت دلوقتي وبال معادل محدش هحس بيك ولا هيفكر انت فين افتكرش كمان حد يسأل عليك حتى احمد صاحبك اخو بتلوم نفسك علي ايه وانت اللي عملت كل ده في نفسك محد يحب كل السنين دي ويفضل ساكت تب حتى لمح لمح ازاي مقدرش مقدرش اقول له مقدرش اقول لها اني بحبها وهي مش حس بيك بتعاست اقول لها ايه انها تسيب احمد وبعدين اساسا هي لو كنت انا في دماغها كانت فكرت فيها وبعدل ما تروح تتجوز واحد مش على مزاجها كانت تقرب مني لا 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 انت اللي كان لازم تقولها هي تعرف منين ازايزة انك بتحبها هتشم على دار ايديها كاميل يا اعني اتعلها في رقابتك منو انت قد كده اهبل اتعلها في رقابتي وغريبة من قلبي لا انا عارف ابعد عنك ولا عارف حتى اخلي قلبي يكره عنك وكمان مش قادر اخلي قلبيك يحبني امرا حظك وحش عاديك يا عم ولا حش ولا حاجة عجبني اللي حصل ده قوي على فكرة انا مبسوط من شغلك انت كده بقى حبيبة قلبي ده يشجعني بقى اطلب من حضرتك طلب صغرنا لقد كتاهم اللي تأموري بيه افتح معانا شوية في الشغل يا باشا طمعت يا خليلة والله مش طمع بس انا عارفة اقدر اعمل ايه كويس قوي وبعدين اطلب الناس اللي احنا شغالين معاهم وبعدين حضرتك ووه احنا مش سددنا القزيم كله يبقى من حقنا ناخد الجديد بزيادة حبتين عندك حق حضرتك عشان تعرف ان احمد مش احسن مننا في حاجة انت مالك ووال احمد بس دلوقتي ما تخليكي في شغلك وخلاص على قولك يا باشا حضرتك حتشرفني في فرح متوان هو خلاص قرر يدخل على فريال ان شاء الله الاسبوع اتجاد طيب كلميني قبلها بيوم بس عشان اعمل حسابي من عنايا يا باشا ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك يا وش السعد والخير كله استاذة مونة في حد برا اسمه استاذ عبدالله وكان عايزي قبل استاذ مونة حتقلت له حضرتك المسؤولة طب خليه يدخل حاضر اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم عبدالله الله كويس انك لسه فاكراني طبعا فاكرات كويس قوي اتفضل اتفضل اشكرك تحت امرك الامر لا في الحقيقة انا جاي وحابب ان احنا نشارك بعض في شوية شغلك نشارك بعض في شوية شغلك انا عندي شركة الازياء شركة معروفة اسمها فاشو اكيد عارفها اه طبعا دي كانت بتاعت مرات ابويا لا مش بتاعت مرات ابوكي دي بتاعت سمير اللي ارحمه وانا اشترتها نعم اشترتها بيئة وشبها اه معلش يعني ما تزعلش مني اشترتها ازاي انت ساكن فوق سطحة عندنا في الحارة جبت الفلوس دي كلها منين اه 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 سطحة لا الموضوع ده طويل قوي احبقى احكيلك علي بعدين طيب وابنه ابنه ده قد تافه قلوش اي لازمة وايتن ايتن انت عرفها كويس قوي هي امها غويين مشاكل وانت فهمك هذا كويس ام طيب خير تحت امرك ابدا انا محتاج بس خطي انتاج للموديلات الجديدة وتنزل السوق باسمي انا اه بس الموضوع ده مش خاص بي انا لازم تكلم فيه استاذ مدحط ازاي ازاي وانا فهمت دلوقتي انك انت هنا الكل في الكل مؤقتا انا كل اختصاصي لإدارة فقط مقدرش ااخد اي قرارات طيب تسمحيلي امتا هابل استاذ متحط حبلغه واول ما ااخد منه معاد حقول لحضرتك على طول شكرا كمانا شكرا اشتركوا في القناة بسكح السلام عليكم كان في حاجزة باسم الدكتور ماجدي الله يسلم ارسيل زواج جدا تمام شكرا سيكون حلوة مش كده؟ بس شكرا غالي قوي الغالي يرخصلك يا أمر وانت يعني نعم اتبعزق فلوس اللي حلتك من بعزق في فلوسنا ايه المشكلة يعني؟ قبل انا عايزة في عاش معي حياتك اينا حل عشان لما امون كده تحليفي بحياتك ايه سيرة بس اللي انت بتقولها دي دلوقتي ما احذر معاك في ايه؟ ما اعرفش احذر يعني بقولك يا عشان خطي ما تقولش كده تاني ممكن؟ ممكن وانا عايزك من هنا ورايح تبعى عارف ان انت تعيش مليون سنة مليون سنة؟ انت متفعلة قوي تعالي تعالي خمسين فين؟ اوه كده ايه ايه ده نسب يوضبوها؟ طبعا الخير قدامك كتير؟ لا حضرتك انا خلصت خلاص اتفضل ميرا نجلق نجلق تعملي ايه؟ مشتغل تشتغل ايه؟ ايه اللي جابك ايه؟ انا ليه بتعملي فنفسك كده؟ دي حكاية طويلة نجلق انتو تجاوزنوا؟ سيبك ميني انا دلوقتي؟ انا عايز اقفهم ايه اللي حصل؟ ايه اللي مشاكي فجأة؟ بعدين يا نجلق بعدين ايه بس؟ انا لازم افهم كل حاجة دلوقتي طيب اه انا هنزل انا استكشف المكان او سيبكم لاحظة بسكاية اكيد في حاجة كبيرة قوي حصلت اللي خلاكي تسبيك كل حاجة بطيجي هنا تشتغل في ايه اللي حصل؟ اقولك ايه؟ قوليلي ايه اللي حصل يا ميرا؟ اتجوزت مين؟ مراوان ابن سامير جوز ماما انتي عارفة انا مامتك دخلت السجن؟ ايه؟ اتسجنت بعد ما قتلت سامير جوزها لا مستحيل السامير ده كلمة هو وابنه اتفق ان هم ينتقموا منها ويودوها في دهي يعني ايه؟ يعني انا متأكد ان امام عمراء ما تعمل حاجة زي كده سامير بعت ابنه ورايا عشان يتجوزني وينتقم مني انتو تجوزتوا رسمي؟ اه رسمي وبعدين جيت هنا ليه؟ عشان اتجوزنا من ورا وليه من وراه؟ عشان ما كناش عزين عيشته طب وبعدين ولا قابلين سابني يا سابك عشان كنت لعبة كان عايزي يخلي ماما تعمل اللي هو عايزه وانا كنت اتطلق وانا بعدين قررت ان انت مترجعيش؟ اوه قررت ان انا مرجعش ليه كان لازم ترجعي؟ ارجع؟ ارجع ليه؟ اوه ايه اللي ليه؟ انت ليه محسان ان انت قلقانا من انك كأنك عملت حاجة غلط؟ انت وجودك ما بين اهم حاجة طول ما انت قلت ان انت تجوزت رسمي بقى خلاص؟ انت اصلا مش غلطانة كانت مش غلطانة ايه انا جل ليه انا حامل طب وفيه ايه انت مجوزة؟ ده شيء طبيعي انا كنت عايزة ان نسيله ايه واعي تعملي كده؟ أنا فعلاً مش هعمل كده أهو مزنبوش حاجة مزنبوش أي حاجة في اللي حصل وفي نفس الوقت أنا كمان موسوطة بقعدتي هنا موسوطة بشغلتك دي يا ميرا أهو موسوطة عارفة دي أكتر حاجة حسيتني بعملها صحي في حيتي هي الشغلة نادي تي متأكدة؟ أهو متأكدة يلا أنا ها أم أمشي بقى عشان عندي شغلة كتير تكلي بلي من نفسك موسيقى لا يا كاميل الموضوع اللي انا عايزك فيه ريوش اللقاء محمد مباشر طيب يا عم انا اسفل فيه ايه؟ انا اسفل ليه؟ اسفل برا مصر ومش هارجع اتاني يا سلام للدرجالي مش عايز تشوفنا في حد مزععلك مننا ولا يه؟ كاميل ايه هو انت لحد اللوقت مش اخدا بالي ولا بتعملي نفسك انك مش اخدا بالي مش اخدا بالي من ايه؟ مش فهم اني بحبك انا؟ ايه وانت كمان بحبك منو احنا احنا عالي صوارين ما كنت بخاف عليك انزل وصلك لحد المدرسة ما سبكيش لوحدة مفضل ماشي معاك استناك او ما تخلصي عشان رواحك مفضل معاك بجنب كنت بتدقى لما ما لقى احمد يقرب منك ما كنتش عارف الاحساس ده ايه ساعتها كنا عالي صغيرة سما كبرت عرفت كنت بتعذب كنت بتشوفك مع احمد وتقولين بتحب احمد بس ده كان غزب عنك يعني بارش اقولك تحبي ميني متحبش ميني بس كل اللي انا كنت حاسه ان انا بتعذب معاك وانا ما سيبكيش ابدا كنت وعدة اسأل نفسي وانا في ايه هي مش حبايا حاولت اغير حاجة كتير حتى ما معانا فلوس انا و احمد اهتمت ان انا غير فلبسي وشكلي لشان الفت نظرك وبرضو ماخدتش بالي وما جيتي للشير كانت سأل على احمد انا اللي قلتلي كتشتغلي معانا ورغب ان احمد كان رافض وكانش عايز ده خالص انا اللي فكرت انك كتشتغلي معانا وخليتك في مكتبي وكان كل هدفي ان انا اشوفك كل يوم الصبح وفقدش مركز في شغولي وفقدش مركز في ايه حاجة بيريك انت يا كامل بس الاسف كنت بتعذبيني ويري ما تحسي حتى محمد باعك بايد عنك وقالك انه ما بيحبك ايش وباعك لعزة برضو ماخدتش بالك حاولت نبهك ماخدتش بالك برضو من ده انا مش فهم حاجة انا يعني ايه باعني لعزة يعني احمد باعك لعزة وعزة تفهم كتر من كده ايه انت بتقول كلام غريب لا انا بقول الحقيقة الحقيقة ان احمد عمر محبك لعكس انا اذا الكلام اللي كان لازم اقول لك من زماني اذا الكلام اللي انا احصه من زماني مكتش قادر ان انا اسافر قبل ما اقولهوليك اقوليك على حاجة كمان انت السبب لان انا عازة اسافر مش عازة اكون موجود في ايه حتى انت موجودة فيها خلاص بقيتش قادر اخبئ احساسي كتر من كده غريب اني اكون باتباع وانا مش واختبئني كل ال كل اللي هامك من كل الكلام اللي انا قلته انك اتباعتي ما هامكش ايه حاجة تانية كل كل كلامي مالوش وزن عندي يعني ممكن تكون دموعك جديد ان احمد باعك لعزة مش ان اعادل اتعذب عشانك كتير واضح ان انا اللي كنت غلطان كان لازم اعرفة من عدم احساسك بي ده معنى انك مش شايفيني اساسي علشنا انا اسف كانش مفوض اقول كل الكلام ده انا اسف يا كاميل اسف انا هامشي هتروح فين مش مهم كل اللي بطلو منك خل بلك من نفسك عشان بان قدم الوحيد اللي بيحبك عم بيخاف عليك عشان بيوجود تانية اه ممكن بقى تقوليلي عاوزة ايه وانا خايفة 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 من ايه خايفة اقولك تزعل لا يا ستي مش هزعل بس اقوليه بقى قولي ازاي اقولي ازاي ازاي اسمي بقى موجود في الجرايد ازاي بقى نجمة ومشهورة وكل الكتاب عارفيني طب حيلك حيلك الحاجات دي بتاخد وقت لا يا وجي مش بتاخد وقت وانت عارف كده كويس عارف ايه بقى ان شاء الله انا فيه ناس بيطلع مرة واحدة وبكرة بيبقوا نجون في الصحافة لا وبكرة بيقعوا على الدور قابتهم مش صحيح اللي بيقعوا دول الأغبية وانا مش ناوي يكون غبية طب ممكن ننزل نتغدى في مكان ونكمل كلامنا وانت كل مرة تقولي كده انا عايزك تقولي دلوقتي نعمليه عشان عايزة احط خطوات في حياتي وامش عليها ماشي اول خطوة ان احنا ما نبعدش عن بعد قابل انا عمري ما هبعد عنك في خطوة تانية نتجوز على طول بس كده من دلوقتي لو عايز اللا اللا ده انت بايه عالدنيا خالص لا والله وليتتجوز وكيه تبقى بايه عالدنيا نتبقى شارياها وشارياها قوي كمان الله الله على الكلام طب واحدة واحدة علي كده عشان انا ممكن اخاف منك لا يا وجيه مانفعش تخاف مني انا بالذات مانفعش تخاف مني انا احسن واحدة انت ممكن تعرفها بحياتك عارف ليه؟ ليه؟ عشان أنا وإنت عام ننزل ملك والكتاب مفيش حد يقدر يستغنى عن التاني وأنا عندي مبادئ قيام مستحيل أخرج عنها ماشي قول لي بقى إزاي زي ما أخدتش بالي زي ما أحسيتش كل ده بحب كل حاجة حواليكي كانت بدون أنه بيحبك غبية غبية يا أخ علوخ إيه نجلاء إزايك يا حبيبتي؟ إيه ده بجد ميرا؟ عاملة إيه؟ يا عادل، لمحتك قاعد لوحدك عصور قلت ياجي أشوف مالك الناس اللي بعديها برده فريل، بحاتهم بك أنا مرأسك كده؟ أنا الحق علي اللي عايز أشوف مالك لا يا أختي ولا الحق عليك ولا الحق علي شوف أنت يا جاي من يموة أنا غلطانة يا عادل خلاص، تعالي، 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 ما تزعليش خلاص ما زعلش إيه بقى وزفتي إيه؟ ما خلاص، انت اللي على طول شعيل لي الهم كده لا لا، ما أنا خلصت بالهم اللي أنا هشعيله بقى لي سنين أنا قاعد ورايق وزهل فل وغشرب صجارتين ودخل علي موز عظيمة إيه؟ أنت عامل إيه؟ والواد متولى عامل معك إيه؟ زفت برعد عنك متخنين ولا إيه؟ مش لازم يعني يكون متخنين ولا متصلحين مش فرقة، أنا اللي غلطانة أصلاً اللي قبلت أتجوزه تب ما تسيبه بقى بلصة عالبرة والواحد شوفنا نسيبه بعيدة عن التانية وإيه اللي أسيبه دا؟ وبعد ما سيبه إن شاء الله؟ ولا حاجة، تسيبه وبعد كي ترجعي له ما هي الناس بتسيب بعضها عشان ترجع على بعض أنت اللي هبلى بس ومش عارفة الموضوع ماشي إزاي ما أنا فعلاً هبلى أنا هبلى وعبيطة واتدحك علي وحصل حصل لا استني اتدحك عليك إزاي دا أنت عمر حد لمس أي حد يعني لا أنا عشان موقف بس مش أكتر عارف اللي حبالي الدايبة أبغير أنت خاليا نونا�� أبغير افتك أعرف أي حي غيرها أو وأنا باقى تعلقت بيها أحمد وأنت كاميلي مش كدا؟ أنا وأنتضحك علينا بس هنفضل كدا لحد كقد أنت أقول لك يا فريال هتعملي معي واجب وتسبينا قاعد لوحدي لا سبك لوحدك ده إيه على فكرة أحمد خلاص الحظ يلعب معي وإحنا اللي كنا السبب في اللي هو فيه ولو حد فينا كان فتح بقه كان زمانه دلوقتي مرمي في السجن حدش بيسأل عنه قاعدين هو كان بيعمل إيه منت اللي كنت معي وفي ظهره وبتعمل كل حاجة عايزة تقول ليه عايزة أقول انت لو كان معاك فلوس وزهر اللي مع أحمد كانت جريت ورق بالمشوار آه كاميليا دي أواع تفتكر ان هي ملاك ولا غالبانة تبقى خلطان كاميليا دي سبيته زمان علشان كان فاضي معهش فلوس أواع تفتكر بس ان علشان أمه رفضت الجوازة والشويتين دول فهي وافئة لا يا حبيب اللي عاوز يعمل حاجة بيعملها كاميليا 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 أيوة كاميليا كاميليا دي حقربة واسألني أنا جرب كده يبقى معاك فلوس هتجري وارك بالمشوار اسمع كلام فريال أنا اسمك أنا اسمك هاهاهاها ليه يا اخوني حد قالك عليّ أنّ أنا فتحة بنك ولا فتحة بنك لا أمه ومش حساب زي زمان أنا أحد من وقتنا اسم الله اسم الله هم يا ترى يعني بقى؟ منين? يعني سبحانه العطي الوهاب åه صحيح بقى لك يا أخويا قلنا بأي الله يثيئك لبعد السعادة من هنا لأحسن مراتك تشوفك تنيل للدنيا لا انت فاكرة ايه فاكرة ان انا من رجال اللي امراده وتمشيسة مهي عيسى لا لا حاسبي حاسبي انا ببيت يا راجل راجل يعني يعني يا زحب ايه ماشي يا راجل سمعني يا اخويا واطربني وشجيني انا يا راجل مش قلالك ما تطلعش بره باب البيت زهقت زهقت طب يا اخويا روح على بال ما تحضرلك الرضعة ما تلم نفسك يا ولاي نعم انا ملمومة يا اختي اتدرو البقى على المبحترين ومش حاسين يلا يا حبيبي يلا روح على البيت استنى الهانم على بال ما توصل واخد بالك بقى ما تنساش تغير للعيال عيال ايه ده انت اللي فيه ده اسمه حلوة روح طلعت روحك يا بعيدة وليا نقصة فعلا عايزة تتربي وانا اللي حرب بيك تعالي يا اختي شوف مين حيربيت تاني طب استنى بقى يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وانت سيهم كده يا جمال ما لعمل ايه؟ اسمع يا ولاي من اللعب والحارة كلها تسمع خليلي بتاع الزمان خلاص من النهاردة وطالع اللي هيدوسلي على طرف هافرامه خليلي بتاع الزمان اللي كان بتشهت الحمية والحب خلفت فاهمين ولا لا؟ فاهمين؟ بقولك ايه؟ تلميشي عمري يتنفي جامعي؟ ورايا يا خويا تعالج المجال عزك تعالى فيه اللي حصل تعالي فاهماني؟ انتوا فيه بتفرجوا على ايه؟ ما كنا حد يروح الدينة بقى في ايه؟ هاهم مراتي بخلاء ايه يعني؟ يا بقى عم جمال ما تدينيش عليك بحيات عادلة عندك خلاص لك فكهة عم ده انا خربان والله اكتر مني ده انا وبعمل زاك على كل حاجة كده بدايقني كان زماني انتحارت من زماني وانا يعني عايش عايش شباك مني بقولك ايه؟ انا مقى حتة كده موزة ايه الخطفة؟ هدت ايه؟ انت فيمتني غلط لا انا مش قصدي نفسين يعني هوفوف كده تسد انا عمري ما شربت الحاجات دي غلط غلط واكبر غلط الحاجات دي هل تفليك تنسى كده وتعيش وتبسط لا لا عظيمة نفهنا احتاج حاجة تخرجني من الحالة اللي انا فيها دي وعمري ما شفته بالشكل ده وعمري ما كنت تخيل ان عدل يتحصب او يتخانق او يدايق طول الوقت كنت شايفة زي النسمة اللي الواحد لما يتدايق يبقى بيدور عليها عشان يروح لها وإحنا صغيرين لما احمد كان بيدايقني كنت تروح الشكل عادة كان يجري على احمد ويتخانق معاه لكن عمره ما تخانق بطريقة دايق او تخوف كأنه كان بيتخانق معاه عشان يحافظ عليه وعليه في نفس الوقت وإيه تاني حسيتي بيا كاماليا وعمي ما حسيت بي مع انه هو الواحد اللي كان وقف في ضغري هو الواحد اللي كان دايما من جمي حتى في الشغل كان هو اللي بيجي يقعد معايا يتكلم هو اللي بيفاهمني الشغل حتى مشكلتي مع أهل جوزي منا حدش وقف جنبي غيره هو اللي وقف لهم مجابل حق هو وهو برضو اللي قالك ما تشتغليش الشغل اللي جايبه عيزة هو دا اللي أنا مش قادر أفهمه ليه عايزني ما اشتغلش مع عيزة ليه عايزني أبعد عنه تفتكري ليه عشان عشان إيه عشان بيحبك يا كاميليو عشان بيحبك ايه عمي ما حسيت بكده انت طول الوقت حسب دا بس مش عايزة تقتنعين ما هو وطول الوقت شايفة عادل معاكي وجنبك وهو اللي بتجري عليه لما تكوني متضايقة ولا زعلانة وهو اللي واقف جنبك بس انت اللي عنكي رايحة لبعيد يا كاميليا مستحيل انا لو للحظة كنت حسيت ان هو بيحبني او ان انا بحبه عقلك رافد يا كاميليا عقلك قافل على أحمد وبس عقلك بيقولك انك دايماً صحة بس اقولك بقى ايه اللي حصل قولي يمكن انت تشايف حاجة انا مش شايفاه مش هتزعلي مني لا مش هزعلي طب تعالي نقط انتي ظلمتي ناس كتير قوي معاكي واول حد ظلمتي هو نفسك وظلمتي اللي كتبت جوزها كان محترم وكويس اكيد حس انك مش معايا ومش جنبه ومش بتحبين احمد طول الوقت بالنسبالك حل وهو في الحقيقة كابوس كان لازم تخلصي مني لولا عادل ده انا متأكدة ان في حاجات كتير ووحشة كان ممكن تحصل خد يبالك احمد ده كان عنده استعداد يبيعك معندوش اي مشكلة اولا انا بتكلم غلط انا اللي تلاح تطلع عمري خلط يا مولا خلاص بقى مجمال بقى فكهة والله العظيمة ازعل منك ازا كنت انا شخصي ازعل مني انت مش هتزعب على فكرة بقى انت مش لوحدك وانت بتحب وانت بتحب اوها تسيبها هو انت تعرف انا بحبي مين شمال؟ شمال؟ شمال معرف انت بتحب مين؟ مهمة ما تسيب لاش لا اوه انا بيستيبها هي اللي سايباني ليه؟ زي ما تقول كده عناع على حد تاني عشان مش شايفاك لا والعكس هي شايفاني وعرفاني وحفظاني كده بس الحب مش فرض عم جمال ننفعش تفرد نفسك على اللي بتحبه غلط غلط يا عادن ها انت لازم تفرض نفسك عليها لازم تخليها تحس انك لا يمكن تسيبها لازم تحسسها انها هتخسر كل حاجة لو انت سيبتها لازم عادل اسمع مني اسمع منك ايو اسمع منك اكون زيك وانا ما اوز اخري لها تمرمطك كده انت عايز نكون رخيصة عم جمال ها لا مش عادل لا يكون رخيص شوف عادل انت اللي هتعرف ولا هتفهم اتكلم اللي بقولولك ده الا لو لو ايه لو بيت زيه وانت مالك عم جمال انت انت زي الفول عم المال وراجل وسيد الرجالة ما هتقولش عن نفسك كده في ايه لا زي الفول ولا نيلة وانت عارف كده محر كلها عارفة كده مجمال روق كده وحياتي اللي بيت روق بتاخد نفسين وكل حاجة هتبقى زي الفول والله لا لا ما طالعي هنا مخصوص عشانك وقت اللي هنا قدت نفسين هبقى بخوضهم عشان انسى عمري للروح لا ما انت بقى هتاخد نفسين لي ايه هنقولك انت لازم تبقى فايل عشان تاخد بالك من اللي جاي هتستسلمش زي ما استسلمت ام جمال انا طلعتك انا مخصوص عشان تتبسط وتفك ووضح الي انت طالع عشان تعكن العلاي والداني ابوك اللي ارحم كان نفسه دخلك كل الحربية كان عايزك تطلع زيه اعرف يا عادل ابوك ده كان بطل والله العظيم انت كمان بطل وبطل ابطال لا والله بطل ولا نيلة هارفت انا هربت بالجيش لا الله هربت بالجيش اني كل حاجة في الحقيقة في حرب الاستنزاف ابوك جابو مصاب جرينا كلنا روح نرون المستشفى الحرة كلها راحت عشان تشوفه شفتوه مصاب بردع سواد من البروت ساعتها حسيت ان انا قديه لقين ساعتها برضو عاد تدوري نفسي على مليون سبب عشان نسدى ان انا مغربتش من ساعتها الغد في قدي انا بغرب بعد جدا عرفت انه لو صديق عزيز علي اوي هو كمان قطعت سرية تصاب في عملية من عمليات ومات ابوك اصرقه دي سريتين تغفى من اصابة ورجع تساعدا راح وماركاش وانت تربيت فسطينا ابو كلها راح امحافظ علينا كلنا بس احنا لو عاشيين امحافظناش علي انتبالكم شو زامب لاي حاجة حصلتلي ولاقام قال حكي لك تران ابويا عاز اسمع منكم كان عمده يسرر زي العديد لما كان يسرر انه حاجة كان لازم حققها مهما حصل ومع مكان ومو مستسلم هذا كنت كمان متستسلمش هذا كنت بزيبوق هو تبقى زي فيش اي احد في الدنيا يسمي بقى زي جمالي لا 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 احد المطربش مني مطربش مني مطربش مني عشان ما تتعديش ما تكون فاكر ان المرض الوضوي بس هو اللي بيعديد مطربش مني نفسك ضايفك من بجادي وبلغ من نفسك يا ابني لو عدي بقى زي لو عادي بقى زي لو عادي حاضر 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 عماما ياما ياما اهدي ياما خسيت اتنين كيلو روحة جاية كفاية اسكت يا وقت اسكت خالص ما اسمعش صوتك انا عايزة كلها بسناني الحارة دي كلها لازم تعرف ان انا بقيتك كبيرة وما حدش يفتحينوا فيا ولا يقولي باما هيعرفه يا ام وربك لا يعرفه والله لا هيعرفه خلاص تروح لاماها الجامعة من شعرها وترميلها دبلة بنتها اه ما تقولي كده بقى اخوخو قولي كده ان انت اذا انا امسك الدبلة ارميها فوشي فريال قولي كده فريال فريال دي ايه يا رحمة فريال دي خلاص راحت عليها ما تنفعكش اسمع بقولك ايه والله العظيم البيت دي وما حطتها تحترجلك ما انت معتب هنا تاني سلام عليكم سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت جيت يا سابعي اه لا مجيتش اسم الله عليك وعلى جمالك يا اختي ايه الغول باللانا فيه ده يض النصيب على بختي المايل من بردعو حمار يا قلبي لا تحسن انتقول عليك حمار انت اه ضربه يا عمي انتي لسه عايزة تتجوزي لأحبال ابن الحابلة ده؟ لا هايو كده فرحي قلبي يا شيخ ده ما ينفع كيش لا هو ولا أحمد ده بكرة يجيلك سيد سيدو هيحصل يما هيحصل انتي من بكرة تروحي تلميله الدبلة وتقوليه لو أنا مش عايزة أشوفك ولا أشوف أمك لا ده بكرة ده اللي تخطيط تاني خالص أهلا يا فريال عايزة تبيز داي حضرتك أنا والله مش عارفة أشكر حضرتك إزاي إنك وافقة تتقابلني خير متولي كويس؟ الستة خليلة تمام؟ كويسين حلوين بس أنا سبت متولي ليه كده بس زعلتيني؟ بصراحة الصنفي ده ما يعجبنيش يعني حصيت كده إنه عيل بتاع أمه وأمه بتعمل اللي على كيفها محدش يقدر يقول لها تلت التلاتة كام وأنا الصنفي ده بقى ما يعجبنيش ليه؟ أنت ما كنتش عارب فيه قبل كده؟ لا عارفة بس ما كنتش شفت اللي بعد كده فكررت أسيبه هم وأنا دخلي إيه بالحكاية دي؟ لا إزاي بقى؟ أنا عارفة إنه هم يخصوك فخفت تزعل على زعلهم وتاخد مني موقف وإنت زعلك غالية قوي عندي هم وبعدين؟ لا وبعدين إيه بقى؟ أنا عايزة أبقى قريبة منك وأعمل اللي بيعملوه قده عشر مرات من الآخر؟ اللي تؤمر بيه بقى؟ وهو إيه اللي أنا بعمله؟ يعني يكون قريبة منك أكتر من كده أنا عايزة أشتغل معيك على فكرة أنا شطرة قوي وأعجبك تجوزي متولي؟ أيوة أنا عايزك تتجوزيه لما تتجوزي متولي هنبقى إحنا الاتنين قريبين لبعض قوي متولي كده ولا كده مجرد شمع عندي لكن إنت بقى بما إنك هتشتغل معايا هتبقى غالية عندي قوي وأنا اللي اشتغل معايا لازم يعرف القانون بتاعي اللي هو إيه؟ كلمة حاضر ونعم هم أساس الحياة معايا وليلي أنت بتشربني؟ أنا عامني ما شربت أخسارهم بس ما ممكن أجرب أصلي فيه ناس لما تطلبي منها حاجة زي دي وهي مش بتعودة عليها بتتدايق أنا أعمل أي حاجة علشان خطرك حبيبة قلبي أهو أنت كده بقى حبيبة قلبي من جوا أنا أصل حب البنت الشطرة والكويسة والتي تفهمني بسرعة قلبي ما هذا؟ ما هذا؟ الله 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 إيه الحلوة دي يا بيت كلها آي عيني عارفة مكتب زي ده كان لازم يكون عندك زي ومن زمان يا بيت ده مش مكتبي ده مكتب متحت أنا هنا بس مؤقتة متحت آه ومتحت ده بقى إيه ميحبك لا طب والله العظيم بيحبك انت عبيطة يعني سايبلك المكتب كده تعملي فيه لينشع أو زي من غير أي حاجة ليه أهبل ده كان هيجوز مروة أختي كان وبعدين أختك مروة مش فارق معي إذا كان عايز يتجوزه ولا لأ أختك أصلا مش فارق معي حد خالص لا يا نغم أنا محبش حد يتكلم عن أخواتي البنات كده أبدا المهم كنت عاوزة إيه عارفها راس المال بتاعنا بقى كم؟ طبعا عارف مئتين وخمسين ألف جنيه بيت يا مونة أو أكوني جايباني هنا عشان تبعيني أو أتطلعي وطشة أحنا متفقين على الحلوة المرة مع بعض لا طبعا أنا لا يمكن أسيبك أنا جايبكي عشان عايز أخد رأيك في موضوع ويا رب تقولي آه يعني ما تقوليش لأ هو أنا عمري يقولت لك لأ أبدا خليل ميلو أنا عاملة حسابي إن هو يبقى شريك لينا طبعا أنا عارفة إن ده ممكن يبقى تقيل أو غريب عليكي أنا حبعت لأمه وأخواته خمسين ألف جنيه ده نصيبه من الشغل وطول ما الشركة بتاعتنا قايمة هو حيفضر شريك بص يا نغة لو أنت مش عايزة مونة خليل مات علشاني وعلشانك مش علشانك لوحدك وبعدين يعني مش رتطلعي أجدع مني جدع يا بيت إيه الأخبار واضح إن عندك ضيوف معلش أنا أسف لا أسف على إيه العف صدقتك شركتي واضح إن الشركة بتاعتكو بدأت تكبر الحمد لله طب أستأذن أنا بقى لا لا تستأذني فين استني أنا عايز أتكلم معاكو إيه يا أخبار الشركة طمنوني الحمد لله ماشيا وزيل فين طيب وأنا مش صديق ليك ولا إيه مش تقولولي كده وصلتوا لغاية فين على فكرة شركتنا ملهاش علاقة بشركة حضرتك خالص وزي ما وعدتك أنا الله 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 ومالك انفعلت أول إيه كده وأنا للدرجات دي أنا إنسان شرير وعلى طول نيتوا بالبان سيئة كده لا مش قصدي خالص طيب ممكن بقى تفهموني أنت وصلتوا لغاية فين مش جايز يكون فيه فكرة في دماغي بفتكو ما نواردو يا أنا عندي شهات خبرة قليلة كده وإلا ما كانش هيبه عندي شركة كبيرة زي دي ولا إيه أكيد طبعا أكيد طبعا أنا حضرتك إيه أحسنة فيه إيه بس ليه تضحك ما بعرفش الجواب على أسئلة دي طيب قولي يعني أنت لأول مرة حسيت أن أنت بتحبيني فيها يعني إنت أول مرة دا خلتك وقالت أول مرة أول مرة أين؟ أه أول مرة شفتك العادة عندي ساعتها في حاجات كده تتحركت بجوه طب أنت إيه بقى؟ أول مرة لما قلتلي اللي عندنا دا نخلينا مميزين عن غيرنا ساعتها عدت فاكر المرض أصلا ليه بيدي؟ ليه؟ عشان نكشف معدن اللي جوه الناس فيه ناس يعني بتبان لما بتدعب فيه ناس بتبان لما بتكبر ناس تاني اللي ما بتختاني ناس تاني اللي ما بتفتقر يعني فيلسوفة حبابتي فيلسوفة تتحل الفلسفة؟ أه بموتني أنا بقى بموت في كنتي أنا بموت فيكي أنا بموت فيكي أقول لك كيكة عايز أقول لك على حاجة قولي أنا كلمت الدكتور محمد أنا عارفة أن أنت متحبش تتكلم في الموضوع دا بس اسمع مني بس مش يمكن الفلوس اللي أنت هتديه للمتبرع دا تغير حياته وتساعده بحاجات كتيرة قوي ليه ما تفكرش فيها أن أنت ربنا خلاك مريض وعندك فلوس كتيرة وهو سليم بس ما عوش فلوس فانتر اتنين هتكملوا بعض صدقني تسيبك من أفكارك اللي معطلع حياتك في حاجات أنت أصلا ما لكش داخل بيها في حاجات ربنا هو اللي بيكتبها لنا بطريقة إحنا لازم نعملها وإحنا مقاماضين شو قاتوا؟ إحنا جاينا علشان ما محسد مش علشان الحاجات داية بعدين أنا مساعة ما اتجوزتك حس إن أنا خفيت ما بقاش عندي أي حاجة انت شايفاني عيان؟ أهو كويس انت عمرك في نظري ما كونت عيان العيان دا بيبقى شخصا ما بيحسش بيكتائب بس للعاية وخلاص إنما الشخص اللي قلبه تعبان مكتنع إن هو هيخف وبيحس دا شخص سليم زي ما يحد مسا يكون عنده رجلي مقطوعة بس هو مكتنع إن هو هيمشي وبيمشي في الآخر عشان هو حيسس بده من جواه دا شخص كويس و سليم أحبك يعني خلاص هتعمل عملية ايوه هتكلم الدكتور إن إحنا هنشوفه قبل ما نرجع موافق عارف أجمل حاجة لما بحس إن أنا لبابني الحياة لأنا عايزاها كمان أجمل إن تكون إنت اللي بتحارب عشان حياتك بقى لما نرجع إن شاء الله عندين معركة تانية خالص لما تفوق بقى كده وتقوم بالسلامة معركة إيدي ابنك لازم تشوف ابنك انت مش بنا قدمي ليه؟ ايوه ما فيش بنا قدمين بيعملون انت بتعملي دا انت حقيقية؟ ايوه بجد والله عزي جاي من البحر كمان انت رحب خلي سمك هياني ولا إيه؟ أه ما أنا برضو قايت إن مش عارف سبب توطرك دا إيه؟ مش عارف إزاي يعني البيه هرب اختفى محدش عارف هو فيه ما أنا عارف إنه تنايي الهرب وأنا قلتلك قبل كده إن أنا مش هسكت على الموضوع دوت وإن شاء الله هلأهولك ما أنت لازم تلاقيه؟ عشان نتجوز دا ما اتفقنا هو لازم يظهر ويطلقني ولا إيه؟ آه طبعا طبعا المال إيه؟ أكيد طبعا لازم يظهر ويطلقك وانت ملك بارد كده ليه؟ أنا حاسة إن الموضوع دا مش فارق معك خالص يا قلت إن أنا مش بارد أنا لا بارد ولا سخن أنا الفجرة كلها إن أنا عارف اللي بتكلمي فيه دا مهم بس فيه حاجة تانية أهم اللي هي إيه بقى يا ترى؟ إحنا ملنى يا غايتن يا غايتن أنا مش عايز أبقى تابع لحد ومتهالي اللي أنت عملت في حياتك أكيد ما تكتب برضو أنت أنت بقى تبقى تابع لحد يعني إيه؟ يعني لازم أنا لكوني اللي فوق لازم أكون رقم واحد لازم أكون الكينج كلام واجيه مهم قوي على فكرة ما عندك حق فعلا كلام واجيه مهم بس واجيه دا بقى ما يدقى منش واجيه دا ممكن يبعنا في أي لحظة دا لو فضل في البوزيشن اللي هو فيه أيوة هو دا هو دا مربط الفرس إزاي أني بقى فوق عشان لما نعمل أي حاجة محدش يقدر يعدينه عشان نوصل لدا غايتن لازم نعرف مين اللي هو غرا واجيه سيب لي أنا الحكاية دي بقى أفهم أنا أحب أفهم هتعملي إيه يعني هعمل مشوار صغير كده لحد مهم قوي مين بقى لحد دا ما ينفعش أقولك دا سر سر إزاي يعني مو إحنا فيه بنا من بعض الأسرار ولا إيه أه طبعا فيه طب دا حتى ما ينفعش إحنا في يوم الأيام هنبقى كان واحد وهنبقى مع بعض في بيت واحد يعني من الآخر كده هنبقى واحد فمعتقدش يعني إن ممكن يكون في بني وبنك أسرار في يوم الأيام أيدي على فكرة يا أحمد موضوع إن إحنا نبقى واحد دا مش صح دا غلط كبير قوي إحنا لازم نفضل اتنين عشان نفضل نجحين لازم نفضل اتنين انت راح فيه هقولك بعدين انت خلصتني من سامح وأنا خلصتك من واكي ساختبارين لازم نفضل اتنين شكرا للمشاهدة 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 مشكلتك من أنا فقسك على طول فقسك؟ ايه كلم البلدي اللي باتت قوليه ده؟ لا يا شيخ ما حسسني ان احنا مولدين في الشيخ زايد تضحك على ايه؟ قصلي قصلي زمان كانوا قولوا في الأفلام الزمالك و جارزن سيتي دلوقتي بقت الشيخ زايد ها؟ تم تلخص طول انت عايز ايه بالضبط؟ اولا انت عارف ان انا بحب كنتي ولما انت بتحبيني انا رميني على وجيه ليه؟ مش خايف؟ مش غيران علي؟ غيران؟ غيران ده لما اتكلم يبقى حقيقة لكن احنا عارفين الفولة ماشي هم الفين الساني رأيت ان مش باينة ليه؟ سيبك مين قايتا خالص عايزك تقراجع من دماغك تماما مهم عملتي مع وجيه؟ ولا اي حاجة مش عارف اطلع منه اي حاجة ما بيتكلمش خالص مهم انت عارف الحل ايه؟ ايه؟ انك تشطيه ازاي يعني؟ تخرجي برا اللعبة تركابي انت على كرسي وهو يبقى برا انت فوق وهو تحت ودي عاملها ازاي دي؟ بسيطة وانت كل حاجة عندك بسيطة؟ عندما اتعرف السكة هتتأكد ان كل حاجة بسيطة ايه؟ ما تقول انت عايزي بالزبط؟ ايه؟ ايه؟ شو معنى ايه؟ ايه هي اللي هتركبك على الكل وهي اللي هتركبك على وجيه مش ايه؟ ايه؟ كانت صاحبة بيت ازياء كبير في مصر؟ يعني كل كبرات البلد بلبسوا من عندها؟ ده ما تقول انت عايزي بالزبط؟ عايزك تصلاحي معاه؟ عايزك تصبطي الامور ما بينك وما بينها؟ عايزي بتطلبي منها إن هي هتركبك على أركيه تم تقولها أنت لا أنا ما ينفعش لازم إنتي اللي تقول لها أنا عارف إن هي اليومين دول قاعدة عندكم في البيت صح؟ أيوه هو أنا رحس إنت هتشوتنا أنا في الآخر عب عليكي هشوتك إنتي ده أنا أخيراً عرفت قلبي بيحب مين يبقى كلمني طب ما حلا بنتكلم هو؟ معلش لازم مامشي قبل ما الهنة ما تزيجي إنتي بتغيري بقى لا خالص أغير من مين؟ أنا بس مشتاه يشوفه الشهر قد كده بتحبيني؟ آه بحب بس عالقاد ما بحب بكره برضو آه بس اللي أنا عارفه من اللي يحب ما يكرهش ده يكره ويغل ويشل ويحرق كمان هو ممكن يقتل خد بلك بقى يا أمم سلام سلام يا أبر أمم إياه بس اللي مضايقك نجل shouldn't need أختي أختي كفينت الوضع ومش هتعمل أي حاجة مضايق بس أنا بفكر في حاجة تانية خالص إيه هنا؟ لو انا كنت اختها من امها وابوها كانت سكتت كده ولا عادي مش فارق معاهم من اللي حصل لي التلام ده مش صحيح اختك فهمت الوضع ومش عايز اندخل في حياتك اصلا لا خالص انا لاتلعت عبيضة مش فاهم اي حاجة مش فارق معاهم عارف انا لو فارق معاهم كان قلبوا عليها الدنيا وكان اعرفوا انا فين انما انا عاديش فارق معاهم اصلا عارف انا هنفسي في ايدي الوقت يا شباب ايه نفسي قوي شباب تعرفي انت لما قلتي اللي انا هينة بقى حاجة ببيرة قوي الكلام ده صحيح بس عارف انا نفسي في اللي انت ما تبقيش زي بص يا حبيبتي انت كنت جدع معايا قوي وانا عمري ما هنسالك ده اطلبي اي حاجة اعملها لك انا لازم اقاف جنبك ده واجب علي بيرا ايه بس اللي مضايقك نجلق اختي اختي كفهمت الوضع ومش تعمل اي حاجة بضايق بس انا بفكر في حاجة تانية خالص ايه هي لو انا كنت اختها من امها وابوها كانت سكتت كده ولا عادي مش فارق معاهم من اللي حصل لي الكلام ده مش صحيح اختك فهمت الوضع ومش عايزة اندخل في حياتك اصلا لا خالص انا اللي اتلعت عبيضة مش فاهم اي حاجة مش فارق معاهم عارف انا لو فارق معاهم كان قلبوا عليها الدنيا وكان اعرفوا هنا فين انما انا عادي وش فارق معاهم اصلا عارف انا هنفسي في ايه دلوقت يا شو ايه نفسي ايه ايه اشوف بابا انت عارف ايه انتي لما قلت اللي انا هينة بقى حاجة جبيرة قبي الكلام ده صحيح بس عارف ايه اللي انا نفسي فيه اللي انتي ما تبقى ايه ازاي بص يا حبيبتي انت كنت جدعة معايا قوي وانا عمري ما هنزال الدم اطلبي اي حاجة عملها لك انا لازم اقف جنب الدواجب علي ميرا انت اللي جبك هنا ميرا 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 انت اللي جبك هنا ايه اللي جبك هنا ولله مش عيض اشوف والسكتنى مش عيض اشوف والسكتنى فاهم ولا لا امسي 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 هادل امسي مش عيض اشوف والسكتنى أقول لك يا متولي أقول لي حبيبي محتاجك في مصلحها وظبطك أنا مش محتاج تأثبيت عادل ما بتعارف يا علي طيب ولو قلتلك إن أخوك وصاحبك عادل هقول لي محتاج محتاج إيه؟ محتاج أكبر محتاج تكبر طيب ما انت عارف يا دولي إن الكبير هو هو اللي بيقولي الكلام ده مش أنا طيب ويه المشكلة يا متولي ما نقول له يا علي لا أنا قادل خلاص قفلتها معاه نفعش أطول مننا حاجة تياري فش قول لي شوية آآ متولي صح صح معاه كده إن كل اللي عايزوا منك إنك توفق رسيم في الحلال بس مش أكثر من كده مش أنا نفيد الموضوع عادل والله مش أنا عادل هل هي بتجي عند عادل وتوقف؟ مال مين يفيدوا الموضوع عمتولي؟ أم ماما زي ما تقول للماما ما المشكلة ماما بتحب عادل برده باش ما بقى تكلمه أنا في الموضوع ده بس قولي بقى إلا أنا بقى على أحمر كده وخلك بتقول لأنا عايز أكبر وعايز أشتغل لوحدة مش قلت صحاب وحبايب وخاربين الحارة واخروج ودخول خالتي وخالتك وفرها والخالات وبعدين أنا طللت مطاطي جاب ما تدست ماليش حل غير ناركب الموضوع عرفت بقى متى كده ماشي صح ماشي ماشي أشوف أنا الموضوع ده وبقى قولي قوليها 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 عادل من إيدك دي لإيدك دي كلها تحتاجوا هتلاقيه وأنا وعيدك يا صحبي تشوف أحمد ده بقى فين؟ بجبت لأكشن من سبع سامة لسبع أرض ماشي أنا عادل ماشي ماشي ما نشوف القلب الجامل ده يعجبني ماشي 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 الله دي فريال هالم جت مناسبة مناسبة متولي عايزاك متولي عايزاك روح روح أنا مرضيتش أتكلمك بخصوص اللي حصل مبارح انت شايف اللي حصل مبارح ده يصحف ريال؟ ميصح بقى ولا ما يصحش يا متولي مش مهم أنا عارفة إن أمك مالت دماغك بالكلام وقالت لك طبعا تسيبها لا بيت أنا عمر ما تسيبه انت ماجنونة ولا إيه؟ طب خلاص يبقى نتجاوز يلا إمتى النهاردة أو بكرة مش مش مشكلة المهمي بقى أخلص من زني جمالي ماشي ما تقلقيش والموضوع ده سيبهولي وكل اللي حابها تبقى أليستر خلاص؟ أنا نشوف حاببتي يالله سالح سالم يا متولي ترعوني هنا إيه اللي بتعبي بيه ده؟ إيه يا أما فيه إيه؟ فيه إيه إيه؟ مش أنا أقول تلك تلمي الدبلة في وشك؟ ما تعرفيش إن أنا بحبه؟ اسم الله يا أختي؟ نعم بتحبي فيه إيه العبيد ده؟ بيت؟ فاكراني بريالة ولا إيه؟ قولك يا جمالات؟ أنا عفريتي الدنيا بتتنطط قدام وشي والنبي سميني في حالي إلهي ربنا ياخدك يا شيخ عشان أرتاح منك عايزي؟ كنت عايزك في كلمتين ما عنديش كلم أقول لا أما مش أنت اللي هتقولي أنا اللي هقول الكلمتين انت عليك تسمعي بس ويداني مسدودة ما بقيتش تسمع مم ويدانيك مسدودة لأما إحنا هندور على أي حتة تسمعي بيها عشان الكلام اللي هقوله كلام مهم أقولي هو أنت كنت فيها وانت مالك أنا مالي أنا مالي أنا ما عصلي أختي فيكو كده بتاع بعمل حاجة فعطلت في معلومة قولت أنت الوحيدة اللي هتفيديني فيها معلومة ايه؟ اسم عزة في اللغة العربية معنى إيه؟ لا 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 مش عايزك تتوتاري لا 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 أنا أقولي بس أنا سألت بلماجي معنى الفلوس والعزة والجاه ولا أنا غلطان أنا مش نقصك إنت كمان بالعكس بنتي نقصاني اللي نقصاني قوي كمان انت يا فريال اللي من غيري نقص حاجات كتير أنا اللي هفتحينيكي وهوريك الدنيا اللي عمرك ما شفتيها لو سمحتنا تعبنا وعيزني فلا ما تزعلنيش تعبان هيا يا بطل إنت من النهاردة ما نفعلش並ي تعب خالص لازم تستحمل عشاننا كلنا نااااااام لا صوتك يعلم وتو lt هو اسمع ويجي يسأل ويعرف إنكك كنت عند عازة يحتمال تباحك فيها انت عايزي بعوليك أنا عايزي ما دام انتي بيعته راب om kebior صديقه مخلصة لي أنا عارف يعني فعايزك تزكين عنده ليه لو هاد عادل ده شغطر ومزا مامو تخلناها تابع لأحمد لأ أنا هقدر أبقى أشيله وحدي ويجربني بس مش هيندم قولت ايه؟ سيبني يا عادل دلوقتي اه وانا ليه حاسس انك زعلانة على اللي انت عملتيه بخص بخص زعلانة واضع لانا عارفها هي اكتر حاجة ده البنادم انه يندم على اللي عمله بعد ما عمله شايفيت بحاجة الندم؟ المهم النتيجة يا فريال المهم يعني المكاسب اللي هتيجي من اللي انت عملتيه لازم تكون أكتر كتير من اللي انت قدمتيه ده اللي تفكري فيه يا حبابتي امشي امشي دلوقتي تفضل لا انا كده بقى هكلم تولي اعلى فرحكو عيب يعني يعلق بناتي الناس المودة دي كلها موضوع طول قوي وانا وعيدك ان ينفرحكو ده علي من الاول الاخر من ايه تزد يعني؟ طب يلا بقى وريني عرض كتافك طب هوريكي بس مغير مااخد منك وعد وعد طب مفيش بوصة عالطاير كده بوصة كليش كنت بغذر اصلي عادل ماينفعش يبقى معها تلاتة كمان اربعة يعني اربعة؟ احمد ومتولي وعيزت وعيزة كمان عادل انا عادل ببقى بحب بسنجلة بغطة بغطة سيفل كنت عايزة تعمل ايه لما تشوفك؟ انا عارف ان اعندها حق ولو كانت ضربتك مية قلم برضو كان عندها حق انا الدنيا سودت في قشي طي وانت كنت تفاكر ايه الدنيا كتفتح لها دراعتها واخدعها بالحد انا عارف ان انا كنت خلطان وعارفت فجأة كده؟ انا عندي استعداد اعمل اي حاجة عشان تسمحني بقولك ايه؟ انا عن نفسي مش مصدقات وحاسة ان وراك نسيبها تانية بقولك ايه ما تاخد بعضك وتمشي كده حسنا لأ طبعا مش همشي ليه؟ اصلي محتاج لها ومش اقدر استرمى عنها وبعد ما يخلص احتياجات هتسيبها برضو وتمشي؟ بقولك ايه؟ انت عارف انها حامل؟ حامل؟ انا قلت ان فيه كولكشن جديد وانتي اكيد عايزاني اشوف صراحة انا غلطانا اني ما بتلكيش من الابر طي ما تقوليلي انت عايزة ايه بس؟ عايزة افهم تفهمي ايه؟ ابن عمتي اه احمد لا انا كده اطمنت اني ماشي في الاتجاه الصح خير عايزة افهم ليه هو بس لات مش فهم بص يا ما هبقى واضحة معيك انا واجه فهمني ان احمد واجه الناس تنين عشان بس محدش يقرب منهم وبعدين انا لما فكرت مين اللي ممكن يبقى عنده فكرة عن الموضوع وبالتفصيل حضرتك اللي جتي في دماني مرسي لا حضرتك يعني انتي اشهر القصة في مصر وعلاقاتك بالناس اللي فوق كبيرة فممكن يعني تكوني عارفة السر؟ يعني انتي عارفة ان القالية عندي قوي قاية عشان كده انا هقولك يسيريك بس موضوع السر ده وقوليلي انتي عايزة ايه بس؟ انا و احمد قررنا نتجوز وبعدين؟ خايفة عليه مين ايه؟ يعني النهاردة عايزينه بكرة مش عايزينه اه اه قصدك يعني انهم يتخلصوا منه بعد ما تنتهم هميته؟ حاجة زي كده لا ما تقلقش طول ما هو ماشي صح وماشي على الخط اللي احنا رسمينه احنا عمرنا ما هنتخلى عنه حتى لو كان فيه بنزيل احنا؟ هو انتي اسمعي يا عادي اهم حاجة عندنا انه يكون مخلص ايه بس وجيه ده بني قدم مش كويس ابدا مقلق وجيه؟ وجيه ده مين؟ وجيه ده اخره يقول كلمتين وبس ايوه يا تفتكري انه زي وجيه ده له ايمة؟ بس انا حاسة انه قوي فعلا وهو لازم يبن كده ايوه بس وجيه برضو ليه مكانة مهمة يعني يا بنتي اتحلمي بقى المكانة للفلوس وبس مش عارف يا بس انا مش متطمنه وايه ليه يطمنتك؟ بصراحة مش عارفة اقولك ايه يعني كرمك وموافقتك انك تقابليني وتفتحيلي قلبك خلتني حسة اني متطمنة بجد يا حبيبتي انتي عارفة ان انتي غلي عندي جدا وانا بصراحة سعيلتها قوي لما عرفت ان والدتك دخلت السجن انا فكرت بجد اني اروح ازورها بس بصراحة الموضوع ده كان ممكن يعملي قلقة طب فاهميني بقى المسألة بسيطة جدا الملايين والمليارات وكل الفلوس والطرق بتاعت الفلوس دي بتدور في دايرة صغيرة قد كده والدايرة دي مش هنا بس لا الدايرة دي في كل مكان في العالم وكل دايرة متدخلة مع الدايرة التانية انا مش فاهم حاجة رأس المال في العالم كله بيتصالح مع بعضو يا ايضي واصحاب المال والملايارات دي كلها مش لازم يظهروا ولا يبانوا مش لازم اصلا حتى يعرفوا عشان ما فيش حد غتلطوهم وبعدين لازم دايما يكون فيه كبش في دا جاهز ايوا بس انتي قلتلي ان احمد هيبقى بعيد ده عشان خطرك بس طب معلش انا عايزة تطمن زياد هو مش وجهة قالك قصدك ايه قصد ان احنا خلاص عايزت بالنسبانا بقى متعب جدا وفاقه صعب كده ومش قادرين استحمله يا عيني علي فاكر قال ايه ان الدايرة دي مش هتكمل من غيره يعني ايه برضو يعني عايزة لو انتهى احمد هو البديل الاساسي ايه مالك مستغربة بس انك بتتكلمي معايا بالصراحة دي وانا ما استغربتش ليه بقى لما جيت في بالك وكنت على يقين ان انا عارفة الطريق عشان انا عارفة علاقاتك وعارفة ان مخك قبل ما تيجي قلت على كل حدا يا عيد ايه مش مندهشة من اللي انا بقولهولي ايه بس مستغربة من صراحتي معاكي وانا بقى حقولي فانا صريحة معاكي ليه لانك لو فكرت انك تخرجي من بقى الكلمة واحدة من اللي انا قلته حتبقي انتهيتي انتي واحمد بقولك ايه يا اخويا اللي اوله شرط اخره ايه؟ نور لا فلوس الناس تعبانة ومليانة هموم ودمغها مدووشة ومحتاجة تروع كده عشان تعرف تعيش وبصراحة دي فرصتنا تحت امرو بتاختي وضعف الجمية طب بالراحة علي ده انا ما صدقت ان انا صرفت اللي فاتوا لا واقول ايه الكبير الكبير قوي اللي مشغلنا اللي الدنيا كلها كده ملك اداء ده انا قلت له اقدر اصرف قد المراتي بثنين وثلاثة واربعة وخمسة كمان طب بالراحة علي انا عايزة قابل الناس اللي بتوزع عنك كلهم؟ لا واحد واحد هعمل عزومة هنا واجبهم لي هنا؟ هنا ده ايه؟ لا طبعا ده احنا من بكرة حننقل في مكان تاني يرد الروح نقلح الليوي قوي فين يعني؟ فلا فلا وبسيم وحترق وتاحلى يا اخويا وكل اللي ده سعى علينا حهرسه برجلي بقول يا جمال نعم ما تقوم تعمل لنا شي ايه؟ يا زرام بس جدا اهوة بقولك ايه يا اخويا احنا لمينا كام؟ سبعمائة وخمسين بس لا انا عايزك تعلم ده انا ورايا هم ما يتلم لازم اسد الفلة السنة دي اه قولي اشتريت الدار اللي قتلك عليها في البلد؟ حصل اشتريت؟ انا عايزة لعالم كله يعرف ان خليلة دي بقت فوق 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 ما يعرفوش حتى يتقولوها بنظرة عينيه اشتريت يا جمال هترد يا عادلة سأل خير؟ شرفت يا هانب ما سأل خير؟ انت راحة فين؟ ايه؟ مش هتتعشي الاول؟ انا انا تعشيت برا مع مين؟ علامة مش كده؟ اه حلوه وايه كمان؟ حصل ايه؟ قالك ايه؟ فيه ايه جديد؟ انت سكتة ليه؟ ما تنطقي؟ كاميليا انا اتجوزت عليها بتدربيني ليه؟ عشان اتجوزت عليها عشان بحبه انا عارفة متأكدة انا محدش فيكو هيحس بي وعارفة كمان ان كل واحدة فيكو هتردلت الديني انها صايح من هنا البكرة ويا اصلا مش عارفة تنسح نفسها تدربيني ليه؟ عشان عملت اللي انا عايزاه؟ اللي لابسي فيه اللي انا شايفاه صح؟ لا مش عشان كده ومال عشان ايه؟ اقولك انا عشان حاسها ان انا عملت اللي انا عايزاه وانتي لا اه انتي بتكرهينها انتي مبتحبيش ولا واحدة فينا يا كاميلي انتي شايف ان كل واحدة فينا حمالة بتقب على وشو الدنيا وبتعمل اللي هي عايزاه وانتي لا انتي قاعدة في مكانك زي ما انتي بتتنقني من حال لحال من غير هدف ولا فايدة انا بحب احمد اه بس بتجاوز غيره انا عايزة بقى جانب عزة اه ما عارفش ليه كاميلي اتي عايزة ايه يا كاميلي عايزة ايه بالظبط جاه ده ناكلة عشا قوي ما بتتدربيني ليه؟ اعملتلك ايه اصلا؟ رخصتي نفسك رخصتي نفسك ورخصتينا معاتي عشان خايفة عليك انتي مبتخبيش على حد انتي عمرك ما خوفتي على اي واحدة فينا انتي بتعملي كده انتي عارفة ليه؟ عشان كل مرة بتبصي لنفسك فيها وبتسألي نفسك انا وصلت لفين ما بتلاقيش رد فبتتجنني استني ايه لا مش هستنى انا حلم هدومي وامشي على ثاني هاني بقولك اتجوزت عارفي مش كده؟ نا مش عارفي الرسمي وعند المقزوم ام وهو اللي طلب منك ان الفترة دي تبقى في السر الغاية تم الظروف تغلص مش كده؟ لا ما طلبش ان حاجة تفضل في السر مشكلة عندنا وانتي المشكلة بقى ايه عندك يا حلم؟ ما تتكلم؟ سعيد مش كده؟ ما بتردش ليه؟ مش عايز اسمع ولا اي حاجة بقولك ان انا اتجوزت ومش هسيبه وبحبه طب ما تقولي للدنيا كلها انك بتحبيه وتجوزت سيبك مني انا انا بغير منك وبقراهك وبحقد عليكي وانتي احسن واحدة في العيل اقولك انتي احسن واحدة في الدنيا كلها بس عشان تبقى احسن واحدة في الدنيا تروحي تقولي للناس كلها انك تجوزت علاء هيحسن امتا؟ لما حسني عايز اعمل كده وانتي عمرك ما هتعوزي تعملي كده عارفة ليه؟ عشان خايفة من سعيد لان سعيد لو عارف هيتهمك بانك خدعتيه هو وابوه وعلاقة اللي تجوزتيه هيتهمك بالخيانة خدعتيه طول الفترة اللي فاتت ساعتها هتتحولي للشيطان اللي نط وطلع من العلبة وخربلهم كل دنياتهم انا عايز اقولك على حاجة واحدة بس بابا لو كان عايش وكنت عملتي كده كان مات بسبب أه اه 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 انا عارفة انا ما فيش اي حاجة ضرر اللي انا عملتها لأ قلتلك إن أنا عملت كده عشان خطر أبويا طيب أبويا قال لي إن انتوا عايزين تدمروا وتهدوا أنا كان مستحيل أسيبوا الوعده أبدا دي أول مرة في حياته وطلبوا مني حاك بس أنا الجارة وما مراوان أنا مش عايزين اللي أنت عيشت معا وعمرك كله وكان فيه بينك وبينها حاجات كتير قوي وحشة ولا أنا ماما اللي عيشت معا غازب عنك أنت عايز وحس بيا أنا ما كنتش فاهم هو بيعمل معايا كده ليه أسح سأل أنا كنت تسأل نفسي كتير جدا هو ليه أعمل معايا كده ليه بخلي عايزين مسكة كل حاجة في الشركة وأنا مش موجود خالص بعمل لها أكتر من أنا شخصيا لحد ما جيه أمي طلب مني إن أنا ننزل الشركة واشتغل فرحت قوي طلب مني الطلب اللي نفسي اسمعه منه من زمان نزلت الشركة فعلا مشتغلت طبعا الصراع ذات بيني وبين أيتل وبين والدتك بتالي هو بقى كان عايز كده عشان الصراع ده هيكبر وهم اقتليه معايا وهو يعمل الشركة التانية اللي مش عايزة عني أعاف عنها حاجة بابلك في حياتك ما هتحس يعني إيه حلمك إن أبوك يحس بيك أنا كنت مكر أمك جدا أمك خدت مكان أمي وكاد عاشت معانا يا غزبة عني مكنش بطيقة شوفه أي تنمي بس أنا متعيقل إن إنتي حسيت أحاسيس شبه كده برضو تقعيشت مع أمي مش أمك فترة برضو وبعدين متعيقل إن مش كل إخواتك يعني كانوا حسين بيك أولا لا كانوا حسين بي يا مروان إزاي؟ إذا كان ما فيش حد خالص فكر يسأل فيكي إيه الوحيدة اللي جات عشان تزورك؟ كانت منا وكانت بياي عشان مصلحتها عايز الشغل من الشركة وبس غير كده مفيش أي حد فكر يجيلك كان بس عايزين يعرفه بمونتي عايشة وبس يا إسف إسف يا مهرة مفيش أي الكلامي برر اللي أنا عملت ما أنا عايزة ولأ قلتلك إن أنا غلطان ما حاسس بالغلط اللي أنا عملت وإنت ما صندقتين إيش هلبي عندك حقك مرضو إنت عارف أنت عملت فيه إيه؟ عارف عارف والله ما حاسس وندميني لأ مش عارف يا مروان مش عارف انت سبتني وأنا محتجيلك سبتني من الجيل ولا من لين سبتني في مكان ما عرفش فيه أي حد لأ قدر أرجع ولا قدر أقول أنا كنت فيهن ولا عملت إيه انت مشيت وانت مستني تشوفني بانهار كل ده عشان أبوك يرضى عنك كنت عايز ريد أبوك على حسابي وحساب حياتي لو قلتلك ابنها آسف هتصدقيني؟ لا مش هصدقك ومش هسامحك يا مروان ولا عملي هصك فيك تايني بل حتى عشان خطر ابننا ما تقولش ابننا ده ابن أنا بس انت سبتني سبتو وكان عندك السعداد تسيبه وتتخلى عنه وعني أقولك على حاجة لو ابوك لسا عيش وقالك قولي ان ده مش ابني كنت هتقول كده يا مروان لا طبعا مستحيل لا كنت هتعمل كده للأسف أنا أصلا مش عارفة أنا ايه لي خليني أعرف واحد زيك مش عارفة أنا قادة بتكلم معاك لي دلوقتي انت متأكدة ان انا فيها هرحب لك حب انت عارف معنى الكلمة دي؟ عارف يعني ايه حب أصلا للأسف متعرفش يا مروان ولا عمرك هتعرف عشان انت قنني ما متفكر تجري فيه نفسك وبس بتعرف انت عملت ايه في قلبي؟ وانت قطعت وميت حتة ودست عليه برجليك انت خلتني مش حسة بأي حاجة ولا عايزة حس بأي حاجة ده كل اللي انا عايزة دلوقتي انك تبعد عني عشان ارجع حس اني عايشة زي الأول بعد اللي انت عملت فيها خلتني حس اني ميتها وهمرك ما هتحس انت عملت فيها ايه اميرا لو سمحت اوعى تنتق اسمي على لسانك انا بكرهها كاميروان وبكره اليوم اللي عرفتك فيه انت مش عارف انت عملت فيها ايه امم ادني فرصة واحدة بس استانيا وخلص عشان ايه اديك فرصة واحدة عشان ابننا مش لازم ابننا تشوف اللي احنا عشناها ابننا لو جيد الوقتي كده هيعيش معاك لوحدك وهيفضل طول عمر ويتمنى اليوم انشوف ابوه ما فيه مع بعض وحتى لو اتجاوزتي هيبقى مفصول عن العالم كله هيدور على اي حد عشان يهرب له هيبقى متقطع بيني وبينك طول العمر ابوس ايديك فكر ابوه ما قلتي له هو مش هيستوعب حاجة ولو استوعب مش هيستوعب حاجة ولو استوعب مش هيستوعب حاجة امميرا ادي فرصة واحدة اللي ديت لنا وناخينا ابوك تفكري تفكري عشان نلحق اي حاجة بعدها فيدي يعني ايه؟ ناويت هاجر بجابت؟ هاجر فينا يا مونة؟ ده نما بروح البدراشين بقولي غرباتي اي كلام وخلاص بقوله طيب يا سيدي كاميليا ايه بقى؟ اكتر اسم كنت بحب اسمعه دلوقتي حتى مش طي اسمعه ولا هيجي على ويدني يعني ايه؟ عاوز تفاهمني انك خلاص كرهتها؟ ناو بقى ما بكرهش حد امان بس كاميليا واجعتني ايه تساريتمي استحملت عشانها كتير حاسة بي اما كانت تيجي كل يوم تقولي انها الحب احمد هو مش حاس بيها او انا كنت بصبرها اقولها معلش استحملي كده هيحس بيك فيهم الايام يااااااااااااااااااا انت بتحبها قوي عادل وهو ده الحب الحقيقي او ده الغباء الحقيقي انك تفكر تحب حده وتحس بيه وهو حتى مش شايفت هو اللي بيحبي يبقى غبي اللي بيعزب نفسه عشان اللي بيحبه والي يحب حده ما بيحبهوش هو ده الغباء ايوه بس كاميليا ما كدتش تعرف انك بتحبها كان لازم تعرف كان لازم تحس عملت حاجات كهيرة قوي او كانت تركزت معايا هتعرف لنا بيحبي مين قال كده العقل بقول كده يا سيدي افرد اختي غبية اختك مش غبية كاميليا بتحب ده احمد انا اللي كنت غبي بدتلي نفسي حجمة معك او حاجة ما كانتش بتاعتي ازسني عيدل انا عايزة تصم منك طلب لو سمحت ما تسيبش كاميليا تليفونة طبعا في حبيب كتير كان لازم اعملها من زمان ولازم اعملها انا عمتك احمد لا ما تفكرنيش بالحوار ده الحوار ده فيه حاجة غلط ما عايزك بقى تمش غرق احساسك كده اعيدل لو وعدني انك ما تسيبش كاميليا شاهدرة اعيدل بكذا اعملها انا عملت عشان كاميليا كتير وحاولت اقرب لها كتير دور عليها هي لازم تاخد خطوة وانا احس انها عايزاني مش هينفع اكون متطفل اكتر من كده يعني كده انت هتستسلم بعد كل اللي عملته ده بتقوليه باستسلم ليه ما تقوليش ان انا راجل تالي ان انا عندي كرامة كرامة غالية عندي جدا اوعاديك بحاجة واحدة بس ساعة اما احس ان كاميليا عايزاني هتليني جنبها انا هامشي عايزة حاجة رافي عندي مش غير لازم اروح منه انه احمد بيتكلمني من الصبح وانا متنشو لازم اروح له ميش؟ مش هتحسب؟ تفتكري حد يبقى معها بان نوتة حلوة كده ولابسة أصفر واخذاء القمر والاخر يمشي وخليها تحسب لحطيه بقاش راجل ايش يا سيدي خلاليك نفسك امه ايه اللي جابك؟ جاي عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ ده اسلوب تتكلم بأمك؟ ما لا اقولك ايه يعني؟ ماشي يا سيدي واقمرين يا حبة عين ابنك انت زي ما تكون ما صدعت ان انا رحت الحرة وسبت الفيلة مش انت اللي برضو اللي مشيتي؟ انا كنت قلتلي كمشي ما انت كنت قاعدة هنا ومتحنية راح اشوف حبايبي في الحرة حبايب؟ حبايب مي؟ هو انت عندك واحد بس بتحبيه في الحرة دي ولا اللي هو بيحبك؟ كلهم حبايبي كلهم قريبين من قلبي وعمري ما نساه جلش انت اللي نسيتني؟ ولا كن امك ولا اي حاجة ولا حتى جيت تقولي تعالي يما رجعي الفيلة وصيبك ملحارة معلش عليك رجعتي بقى الف سلامة يلا تفضل على قوتك نستنياك وتحت قبلك قدت ايه بقى؟ لانت حتى ما عملتلي تليفون تقولي وحشتني يما يا حبيبتي الجالية يا عناية يلي شلتلي في بطنك تسعة تجر احنا انا خلط ولا ايه؟ هما كانوا سبعة بس تسعة لا سبعة تسعة يا ستي سبعة انا اللي كنت جاه بطنك وعارف ورحمة ابوك الجالية تسعة انا اللي عارفة خلاص يا ستي تسعة تسعة لاميب لجان انا اه اعرفت اللي حصل؟ اللي حصل خطتين اه ناميب لجان اه انا انا اعرفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل خطتين ياختي قولي ازايك؟ عملة اه؟ ولا مش مالي عيني؟ ازايك يا عمتي؟ كدة حاف من غيربوس ولا حورن ولا اي حاجة ما باقولك يا اما دخولي انت قلتك دلوقتي نحتعلي معايا ايسين تعالي ايه؟ قلقتيني ايه اللي حصل؟ سامح في ما صحى بيتعالك سامح في ما صحى بيتعالك ومين اللي قالك؟ انا عايز اعرف مين اللي وداه عاد يعني ممكن يكون راح من نفسه ايه احمد دايه راح من نفسه ازاي؟ انا خايفة يكون في حد وراه ولا همك حتى لو مليون واحد وراه احنا قدوا انا خايفة او يكون بيفكر ينتأم مننا هههههه هفكر انت ايه؟ ده قبل ما يفكر في كده هكون طلعت تروحه فاهمد؟ تعالي اجيبلك تشرويه شعاي زحين تعالي بسي حلاوة ابني بقى خط الصعيد بقى قدال او اتلا لا 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 ليسو الظن ده ما يمكن بقى حد مهم في الحكومة لا ابني بيشتغل مع الحكومة معرفة بننا بصدر خير بصدر خير بصدر نور أحمد بي مومين انتظارك تفضل في الجنينة ازاي؟ انعلن عمل ايه؟ الحمد لله الله أحمد فيه جوا وده اللي جايبه السعادي من زكي عايد؟ وزكي عايدة العامل ايه؟ عايش انت فين يا ابني؟ ما كلمك مقتردش ليه؟ وانت عايز مني ايه اللي عايز منك ايه؟ احنا مش شغالين مع بعض ولا ايه؟ عايدة مش غريبة قول شغل تحت ديك شغال عندك لكن مع بعض دي صعبة شوية ماشي يا عمي اللي شغال عندي وتحت ايدي مش المفروض بقى ان انت ترمى شغال عندي وتحت ايدي يبقى لما كلمك ترد علي؟ لا ما انا رفدت نفسي نعم اه رفدت نفسي مش فاهم زي ما تقول كلا زهقت بقيتش قادر اشتغل عند حد خلاص خررت اني بقى الواحد خررت اني انا اقول كلمة لا ولا اقوله مرة واحدة عندك منع؟ يا ابني الكلام العبيت اللي انت تقوله ده قعد بس اسمع اني اقولك ايه؟ مصح انا جاي هنا بس عشان عشان الاخوة والصحبية وعشرة العمر اللي باني بير كده انا مش اسمع اي حاجة اولا ولا هستقبل منك اي حاجة طب اهدى عادل اهدى انت جانيت ولا ايه؟ انا عارف انك انت مش مستوع بالان اقوله لك ويمكن واحتمال صغارك وينتز علان ان انا هسيبك ومش هشتغل معك تاني بصدق نعم هادي الحقيق اعتبر عادل خلاص مش موجود معاك من الساعة دي على فكرة مش مبزاجك انا هنا اللي بقول كل حاجة يا اخي كفاء بقى انا 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 انت ما عندكش قل بتحس بيه فيه ناس عايشة حواليك يا اخي من حقهم يقولوا ومن حقهم يعيشوا كمان عارف؟ الناس دي بس كان هدفها حاجة واحدة انك تبقى انت كويس مش عايزين منك اي حاجة فانس ولا عمرهم طمعوا ان هما يبقوا رقم واحد زي ما انت عايز ولا يبقى معاهم فلوس الدنيا كل هدفهم كان انت بس انت بقى بقى طفشتهم كلهم من حواليك لحد ما تبقى لوحدك يا احمد صدقني هتفضل لوحدك مش هبقى فيهم حد معاك خلص دي عادل ممكن تهدى بس وتسمع احمد عايز يقولك ايه؟ يمكن فيه كلام مهم هيقولهولك صديني يا عاية ان ما بقاش فيه حاجة بيني وبين احمد هوا عارف كلام ما بقاش لي طعم تخيالي بقى هيبقى هيبقى فيه حاجة مهمة افتكرت لا دا انت باين عليك دماغك فوتت اغلط اغلط ما انا متعود على كده بس تصدقني من انا مش اسمحلك بكده تاني عادل انت تعرفه ما بقاش عادل والبركة فيك مش فعدل انا بنبهك ونازم تبقى عارف ان انت كده بتخسر اغلط ما بكسر احتمال اكون بكسر عارف ان انا بعمله دا كان مفروض اعملون زمان اوي بس وعليش كل حاجة بتجير وفاقتها تبعد بس يا عاية اقعدوا تكلموا انت او احمد بطريقة اهدى من كده انتو اكتر من الاخواي كنا 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 عاية دلوقتي مبقانيش خلاص كنت غابي انا اوي صح؟ انا عارف ان انا كنت غابي بس معلش كل واحد بيدفع تمن غنطته كنت بدوس علي فوسط الناس وتقل مني واسكت اقولي ايه ادعيب ده اخوك ايه المشكلة يعني السكينة سرقاة يقعلي صوته عليك يقوله ايه حاجة بس في الاخر اخوك بسكت بعشرة العمر وصحبية والاخوات كنت بسكت عشان حاجة واحدة بس عشان لا بقولوله وعشان حاجات كتير قبل بس انا عارف ان العمر ما هتحس بحاجة عارف ليه؟ عشان انت مش بتحس كتل بنفسك بس احمد بس ولا انا اقولت حاج غلط مالكو يا ولاد على فكرة انا كنت عايزك بس انت سبب ان انا احمد بين اخوات انت سبب عش فكرة اما امي ماتت وكنت بتيجي تأكليني بتاقديني من بيتنا اش موعدش الواحد اش انت بايتين عندي نعمين على سرير احمد فكرة فكرة اما كنت بتاقديني من الحارة بتجري غرية تضربيني كنت بتخايفة على حالي امي نفسها لو كانت عايشة ما كدش هتعمل معي زم انت كنت بتعملي طب امال في ايه؟ في اني خايفة عليه او عليكي لا مش هتاكلني بالكلمتين دول العكس انا مش باكلك بالكلمتين دول سيدة انت قاطي بقلبة انا قابلته في حياتي ابنك نفسه ما عرفش ده بس انا ممكن عشان حسيته حسيت حضنك في الوقت اللي ما كانش فيه اي حد بيططب على اياق بطل واحد عشان كده كله بطلوه منك بتعقلبنيك وتخلي بالك منك عادل مش طبر كنت هعمل كده مغير ما دولا انا اسف خبي 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 نعم يا ست سيدة بعتيلي خير اذا كنت عايزة تتخلي رياحي نفسك يعطي خلاص وايه بطي عبدالله ساب الحرة كلها ومشي دخلي دخلي عودي دخلي يا جمالات بقولك ايه انا مش نقصة واجعة دماغ ولا قلبة نفوخ سامعيني؟ قولي لعندك وخلصيني يا جاوي هو انا وحشة كده اه نعم يا اختي هو انا وحشة لدرجة انك مش عايزة تعاضي معايا عايزة الحقة ولا ابن عامه بصراحة بقى يا سيدة انت تغيرش على الاخر ده كان كل الناس بتحبك في الحارة ده اللي ما عندوش ام كان بيعتبرك امه واللي كان عايز حاجة كان يجي يقولك يا سيدة انا عايز تجري وتليفي في الحارة كلها لغاية ما تعملوا اللي هو عاوزه ام الله يرحمها كانت بتقولي ان لو حد احتاج حاجة يجري على سيدة وكت تلمي نسوان الحارة واعمل جامعية واقولهم الجامعية دي هتقبضها فلانا الاول واللي مش هتخش الجامعية زنبها على جنبها انت عارفة ده امي شوارتني من جامعياتك يا شيخة ام اللي محدش بيحباني انت اي يا بيت صراحة بقى انت بقيت وحشة قوي سيدة انت بقيت عاملة زي الشلوقة مابتش بعيش ايه اللي غيرك ياولية ايه اللي حصلك الخوف نعم ياختي خوف خوف من ايه ان شاء الله الخوف من الدنيا والزمن الدنيا بقت غير الدنيا الخير زمان كان كتير ما كانش يهمني ايه اللي راح و ايه اللي هيجي كنت ضامنا والزمن اللي عمال يجري بسرعة زي ما يكون عايز يطردنا براه كده انا من مجوزي مات لقيتني مديونة والمعاش ما بيكفيش ربع الشهر خوفت والودي ابني زي ما انت عارف مفيش حاجة نفعه ولا راديام كل حاجة لأ لأ ومش عايز يشتغل ألا ايه عايز يسابر عايز يسابر مفيش حاجة بوق غير السابر ايه يعني ياختي ما كل جدعان الحتة كده زيه وبعدين فيهم اللي نفع وفيهم اللي بقى زي متولي وهم ليه كلهم عايزين يخرجوا مايرجعوش عندهم حق لا ما عندهمش حق لا عندهم حق هيعودوا هنا يعملوا ايه؟ زي الناس يشتغلوا اللي بيعملوه هناك يعملوه هنا لا ماينفعش اللي بيعملوه هناك ماينفعش يعملوه هنا هناك السكك مفتاحة كل واحد عارف طريقه وبيمشي فيه وصل لأخره انما هنا اتي بتخش الطريق ما انتيش عارفة هتجيبي أخره ولا هتخرجي منه ولا لأ ده ما قوليلي بقى إلا قلب عليكي المواقع دي كلها عادل انتي عارفة ان انا مرضاعة عادل ده أم اللي ما ولدته كان بعد ابني بيوم يومين كده وهي كان تعبانة وصدرها ناشة خدتوا منها ورضعتوا بس الواضح عادل ده كان بيرضع أكدنا مفيش حد هياكل وراها رجعته لها قلت لها خد ابني ابني هيموت مجوع خليها عندك بعدين ماتت الله يرحمها خدت في حدني انا ربيته كنت حميه وأجيب له كل حاجة سي ما جيب لحمة أجيب له وعمري المرضيه تجدي له حاجة من حاجات أحلى كنت خاف لربنا مايرتاش علي دلوقتي بقيت أخاف بقيت أخاف أساعد أي حد وللو حد جاء وقال لي إنه محتاج حاجة أقول في عقل بالي ما أنا محتاجة أكتر منك مع إن إحنا دلوقتي أنا وابني بقى معانا فلوس أكتر من الأول لكن ما بتكفيش مع إنك كان زمان بيكفينا رغيف والله أنت طيبة أول يا سيدة وكل الناس في الحرب تحبك بس أنت عارفة لو تخلي إنسانك كده يقول كلام حلو وكلام حنين كده يا سلام كل الناس حتترمي تحت رجلك صغير وكبير إيه راح أفين؟ راح أشوف الوضع عادل عادي عادي استنوا نجيبولك على التليفون تيماكن مريتو؟ ده أنا معي أرقام الحرة كلها إفريجي حصل حاجة ولا حد عنده ظرف نجيبهم منين؟ غريبة أنك لست في المكتب لحد دلوقتي آم أنا متعودة بات هنا كتير شكلك بتحب شغلك قبل وبخاف عليه كمان عشان كده أنت ناجح طبعا ما عشان أنا ناجح وعشان أنا بحب شغلي ما حبش حد يخسرني أبدا شغلي ولا حد يهدد مكانتي طبعا أي حد مكانك لازم يعمل كده أنا شخصيا لو مكانك ممكن أهدد الدنيا باللي فيها لو حد فكر يقرب مني طب إيه ما قلت ليش يا رانا ممكن تفيدك فعلا في حاجة مين؟ آه طب بصي بقى أستاذة آية 2 أنا أكتر حاجة أتدايق منها في حياتي وما أحبهش نوعين من البشرة الغابي واللي بيعمل نفسه غابي وبعدين أحمد يعني مش هيكبر أكتر من كده خلاص هو ده ساقفه ولو كبر هيبقى فيه ناس تانية عايزة تكبره ومش أكتر أنا مش فاهمة أنت بتتكلم على إيه بالزبط طب ما تقوليه للأول بس أنت قلت إيه أنت ورانا وأنا فاهمة طب عارف أن أنا كمان أكتر حاجة بكرهها في حياتي وما بحبهاش نوعين من البشر برضو أهم الخوف عندما يعمل فيها شجاع والغابي عندما يتزاكر واضح إن الإجاستيادо لمقاطر أكل تuktعظ ريسـ.... إنت لو بتقوله الي أنت عارز توصلها الي دي ما كنتش كلمتني في وقت لك لم tactile كان تعتبر conditioning ببساطة كنت ممكن تعرف من غير ما تتقلني أصلا ولكنك يزائر انت خايف من أحمد لأن انت حس انك حطيته على سلمة ما كانش المفروض يقرب لها أصلاً وهو بقى شاطر أول ما جات له الفرصة طار وهو ده اللي مخوفك واضح ان انت مش فاهم حاجة خالص لا بالعكس انا فاهم كويس قوي انت بس اللي مش عارفت خبي خوفك مفيش مشكلة انا كنت بعيتلك النهاردة عشان احزارك تحذرني من ايه؟ لا خلاص مالوش لازمة الكلام أصلاً انا تخيلت ان انت اقراب لي من أحمد بس خلاص تالما انت عارفة طريقك وخطواتك وماشية صح يبقى خلاص جود لك انا هستأذنك يا مدام عشان عندي عدد تطالع بكرة الصبح وانا متعود ان انا اشرف عليه بالمطبعة بنفسي وربنا ما يقطع لي عادي تصبح على خير واجيه عيب قوي انك تسيبني في مكتبك وتقوم تمشي اقولك يا مدام المقابلة خلاص انتحت اشوف وشك بخير وااسف ان عطلت سيفل مساء الخير يا اما مساء النور يا حبيبي انا جمالات اعتلي انك عايزيني ايه وتفضل لو هتتكلمي في اللي حصل يبقى تكل علينا لما اقولك ادخل تدخل يلا ماشي جينا دخل تعال جينا جينا القهوة دي ليه؟ ان شاء الله اوقت وعدنا كمان لو عايز تدخن دخن إلا لو كنت عايز تعمل عندك دم لا دم ايه بقى احنا قلعنا بروع على حياة من زمان مبقاش في دم خالص لا المفروض قدامي يبقى فيه عارف ليه؟ لان انا زي امك زي امك فاكر دي؟ تلسه فاكرة امه ان انا بحب المصصة كبيرنا عالكلام ده امك هتكبر على امك؟ لا بوس اد ام كمان قول لي بعمالك ام مصاصة امي انت عايز تكلمة في نفس الموضوع صح؟ لا انا عايز اقولك ان انت ابني وان احمد مهوش اغلى منك وان امك كت اختي الغالية وكت صاحبتي قوي وابوك خير وكان عالحارة وعالبلد كلها عارف ليه؟ انا مش عارف ليه؟ منسيته انه مات بالحرب كان بيحارب عشان وامك قاعدت تستغنى وصدقيتش انه مات قالت مدم مفيش جتة ودفنة تيبة مماتش وبقت تلف على كل الناس اللي كانوا معي تسألهم تسألهم تسأل اتصل وكل يوم دي طيناها صحيانه للصبح مش عايزة تنين ولا تقعد إلا ما تطمن انه رجع ومسا ندقيتش ابدا انه مرد ايه؟ بس انا نسيت وانت نسيت واحنا نسينا كلنا نسينا كلنا نسينا كل حاجة مربع شفا كريم غير نفسنا وبس بقول لك يا سيدنا هل أقول لك يا حبي الكلام اللي انت قلت له انا حافظه ومسجل منه بتاع عشرين تلاتين نسخة ممكن اسمعهم لك فتعالي معي يا سكة وقوليلي انت عايزة ايه عشان شايفك كعنة مكلفة شاي وقهوة ومصصات تعالي قوليلي بس عايزة ايه على طول احمد بيشتغل في الممنوع؟ اه بيشتغل في الممنوع وكلنا بنشتغل في الممنوع وانت اللي عاملة انك مش واخدة بالك انا عارفة بس بكدب نفسي لا 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 انا مش عايزك تكديبها يا خلص عايزك تصدقيها على طول انت عايز تسيبه ليه؟ قمانت لي يا سيدة متغيرة كده ومهتمة بحياتي انا واحمد ولا انت خايفة على ابنك مني؟ ليه ما تقولش ان انا خايفة عليك؟ يعني هتخافة عليك اكتر من ابنك بأمرت يا سيدة بأمرت أمك وأبوك اللي ماتوا في الحرب واللي أمي قاعدة تستنى أبويا قلتلك حافظ الاستوانة يا سيدة في ايه تاني؟ ماتوا بالنسبالك انما ما ماتوش بالنسبالي لا الحقيقة بقى ان هم ماتوا بالنسبالي وبالنسبالي وعمرك ما فتكرتهم غير دلوقتي وفجأة راحوا عن بالي ونسيت وانت نسيت واحنا نسينا الناس ونسينا الصحاب والأهل ونسينا كل حاجة بس كنا غلطانين بعد ايه بقى؟ هو ايه اللي بعد ايه؟ بعد ما كل حاجة ما بقاش لها طعم جاءت في كريوم دلوقتي بعد ما الحياة بقت مسخة لحتى قاعدت القهوة اللي كنت بقعد عليها انا واحمد ابنك بالليل بقت مرة الشاي ما بقاش اتشرب القهوة ما بقاش تزبط الدماغ بسلام بقى لو فكرت تنزل الشارع يركبك العصبي على طول الناس اتغرت يا سيدة ما يتعامل ازاك كلاب كل واحد عايز ينا هشفله قدامه بقاشه بقى صعب اهو يا سيدة الموت بقى احن لينا من البيوت انا مش عايز عايش في البلد ده سيدة عايز اهره عايز اهره عايز اتريمي في ايه ماركب حتى لو تريمي في المياه واغرق ومطلعش تاني ليه كده؟ عشان ما بقاش فيه امد تعرف يا سيدة انا بقى عندي كم سنة؟ كم يا عايز كتير ما تعديش انا بقيت شغل هموم الدنيا قولي عندي كده ميت سنة ميتين سنة راحتك يا اه انت لسه شباب شباب دي بقيت كلمة انت شباب عنا سيدة مصدقيني انا بقيت بهرب من الناس يا سيدة بقيت بقى استخبه في نومي يعني هي كل الناس اللي عايشة في البلد وزي الفل اللي هم حققق نفسها عاملة زيب كده ما الناس عايشة ومبسوطة وزي الفل كدبين صديني كدبين يا سيدة بيكتبوا ويصدقوا كدبتهم عشان يهم نفسيهم ويحسسوا نفسيهم ان هم عايشين زي الفل لكن هم ولا عايشين زي الفل ولا اي حاجة كلها عايشين زي الفل وردين ردة اوة مش ردة خنوع ولا كاسرة عايشين ومبسوطين وبيحقق اللهم عايزينه عايشين زي ما كنا احنا عايشين كنا؟ وانت عمرك عشت يا سيدة أحلى عيشة وفي الحارة دي؟ أحلى حارة طول عمرك فقرية يا سيدة يديني امره واحدة اللي انت بدليه بقى مرة الحيطان والبيوت والجران والناس لأ عند الناس وقفي بقى ناس ناس مين جمال اللي الجن انه راح يلف على عالي الصغارة عشان تجوز اي واحدة في الاخر راح اتجوز خليلة اللي خلته عبدة عندها والله احمد ابنك اللي عمالية تجرب اقول الناس واقولهم انا والولاد عب عزيز البنات اللي محدش فيهم عارف عايز ايه كلهم طمعين والله سيبك من ده كله انتي اه انتي انتي شخصية انا سيدة مانات اخواتك دول اول ما مات اخوك عملت ايه خوفت تجيبيه ما عندك في البيت عارفة ليه عشان ما تصرفيش خفت عليهم لا ما خفتش عليهم خفت على فلوسك صح يا سيدة ولا انا غلطان انت صح انا طول عمري صح شكرا انا امه على المصاصة تعيشي وتفكر سلام موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة دي سامح دي سامح انا تعفت جدا عشان اعرف انك هنا اقسم بالله زعلان منك عرفت مكان اي منين تلابت عليك الدنيا ما خليتش حد لما اتصلت بيه انت عرف علاقاتي بعدين ولا قابلين فيه يا سامح يا اخي يا اخي ده اسمه كلامي بقى انت تبقى فمحنا وما تقولش لاخوك هو ايه اللي بنا ده مش كان عيشه ملح ولا كانت ماء ساعة اقسم بالله زعلان وزعلان اوي كمان ماء الله العظيم وكل زنب العظيم خذ اعملو اعمالة يا راجل ممنوع ايه مع وجيه مفيش ممنوع كله مسموع امسك امسك حدش هتكلم معك سدقنا خذ خذ يا سامح خذ والله والله يا راجل مش حد يقدر اتكلم معك هانا قولي بقى اعملت في نفسك كده ازاي قولي انت عهد من الاخر عايز مني ايه عايز منك ايه جاء اتطمن عليك وماشي من امت من امت يعني انا هازس طولي وشعيان عشان الاقيك وانت تقولي من امت يعني دي مقابلة تقابل هاني انا عارفك ما هو عشان انت فاهمني وعرف ان انا صاحب صاحبي لازم المفروض تقابني مقابلة حسن من كده ده اسمو كلامي اتبقول اعاوز ايه وقت من الاخر باطل اللي عامل فيك كده لازم يترب بمعنى بمعنى ان انت صعبان علي ايه اول صعبان علي رميتك هنا في المساحة وهو قاعد في البشباشة وفي الفلد لازم يترب يا سامح الوقت ده لازم يتنفخ اقولك على حاجة انا ممكن اطلعك من هنا بس لازم تنفذ اللي هلهولك بالحرف الوقت بمعنى 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 انه لازم تشلم المكانه واللي زي ده ملوش غير طريقة واحدة بس اللي هي ايه فضيحة ازاي ازاي واجه ده عمل زال اوما في الظهور لازم نتخلص منها بس اللي زي ده لازم وقعته ما يكونش ليها اوما عشان لو ويع وقام تانى هيشوت في الكل احمن تفكر في ايه بالزبط فكر اشير وجه من مكانه بس نجيب مكانه حد حبيبنا وقريب من انا قوي ان انت بتفكر ده في صعب قوي بس نجيب مكانه حد حبيبنا فيش حاجة صعبة في الدنيا دي ازاي مفكر ماشي بس عايز اعرف الاول مركز حضرتك مع اي تنيني من دول ممكن اعرف في ايه مصالح عليا تاني يا مروة اللي هنقوله هنعيده تاني احيات سيدة احمد مفيش حد في الدنيا دي كلها فهمة كأتي ماشي ماشي ان كده هرمزك فيك بيدي وزناني ايش يا احمد اعدالك بمزاجي هعمل نفس مش واخدبالي خلينا نشوف مصالحنا الاول قلي بقى نبدأ ازاي ومين هقولك هقولك كل حاجة بس فوقتها ادخل لا 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 انت كده مش حبيبة قلبي خالص انا زعلان منك قوي ليه بس لقتيني ما سألتش اسأل انتي على قلة تطميني عليها عندك حق انا اسفل بتهرابي مني انتي عارفة احلى حاجة بتعجبني فيك ايه ايه سكوتك طب مش تتفضل الاول حاضر هتفضل سكوتك ده معناه انك بتفكري في كل كلمة قلتها لك قبل كده وانك لسه موصلتش لقرار بس انا متأكد ان فيه امل كاميليا انا بحبك حب محدش في الدنيا دي حاب بقولك قبل كده وعايز اتجاوزك النهاردة قبل بكرة انا بقولك الكلام ده وانا متوقع انك هترفضي هرفض هرفض ايه انت حد قريب مني جدا ساعتين كتير يمكن مقابلتش حد في حياتي ساعدني قد ما انت عملت قربت مني بطريقة انا معجبة بيها ومبسوطة بتعرف عني حاجات يمكن لو اي حد عرفها يبعد مش يقرب انا كل اللي عايزه من الدنيا دي كلها انك تبقى قريبة مني وده اللي حيخليني احكي لك انا حاسة بيه لاني متأكدة انك هتفهم انا بفهمك من غير ما تتكلم بس انا عايز اقولي اوكي قولي انا سمعك انا معجبة بيك ومبسوطة انك جمبي وعايزك تفضل جمبي طب كوي ساعد ايوة بس ده مش معناه ان انا موافقة ان احنا نتجوز لاني حاسة انه لسه مش لسه ايه بس قصدك لسه فيه حاجات مش هيبقى فيه اي حاجة نقصة طول ما انت جمبي عارفة ليه ليه لان عمري ما تمنيت حد في الدنيا دي كلها زي ما تمنيتك انت بس ايه بس ايه انا بكلمك من كل قلبي بحقيقة بس ايه بس ايه طب ايه بشاشة بحاجة اولا ايه انت ايه اللي جابك هنا بالحقيقة انا فكرت كتير اروح فين اروح فين قلت اروح لزينب اتفرج عليها وانا باخد حقي اتفرج عليها وهي مكسورة ومزلولة في السجن وانت فكر انها حسيبك وانت فكر انك هتفلتي من حبل المشنقة حبل المشنقة ده حيتلف على رقابتك انت يا شاطئ عبل بكرة انا مبسوط اوي اوزعلان في المزلولات مبسوط ان انا اشايفك مكسورة ومزلولة على البرش وازعلان عشان يقسارة سامير الله يرحمه مات اعمله مفرح فيه وشوفه مزلولة هو كمان معاك في السجن ما تفرحش قوي كده المهم اللي يضحك في الآخر الآخر؟ طب من يا زنوبة؟ طب من ايه؟ أنا جبت الآخر من الآخره تيقلة لسه بدري قوي رخ فين؟ لا مش لسه بدري اوعي تفتكري إن أنا جاي أقول لكلمتين وامشي على أساس إن أنا خدت حقي آه خدت حقي إنما الانتقام تلت قابل حقيقي لسه لسه لما شوف بنتينك متلوا من جنبك عبرش في السجن بامك هقتلك إلا بناتي إلا بناتي أواي 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 يدك دي عشت عشرين سنة عشرين سنة عشرين سنة مبسوطة سعيدة وعملت رماحي في الدنيا جيبها من أولها لآخرها وكل دا بسببي أنا اللي دا بعد الفطورة ما عنديش لعيل ولا تيل حرمتيني من كل حاجة قصماً بالله يا زينب أنا ما حسيبك لما انتقم منك كلكم هو بنتك هو بنتك هو بنتك التالية كمان شايفهم الكون من جنبك ومكسورين بالسجن زيك أنا محطي لك ورب الكعبل أشرب من دمك قوتي فتكري إن أنا جاي أقول الكلمتين وهمشي على أساس إن أنا خد حقي آه خد حقي إنما الانتقام والانتقام الحقيقي لسه لسه لما أشوف بنتينك متقومين جنبك عبرش في السجن بامك هقتلك إلا بناتي إلا بناتي إلا بناتي دوايدك دي عشت عشرين سنة عشرين سنة عشرين سنة مبسوطة وسعيدة عملت رماحي في الدنيا جايبها من الأولها لأخيرها وقل ده بسببي أنا اللي ده بعت الفطورة ما عنديش لعاهل ولا تيل حرمتيني من كل حاجة قصما بالله يا زينب أنا ما حسيبك لما انتقم منك كلكم وبنتك وبنتك التانية كمان شايفهم الكونين جنبك ومكسورين في السجن زيك لما حقتيلك ورب الكعبة لاشرد من دمك حقتيلك أقتل حفرومك ومش حسيبك لو عيدك يا غينا أبدا ليست فيه يا غينا يا غينا يا غينا لما بيفيد على الأرض ويرويها بقولك هي يا جيمي أمرين يا حاجة تجيبي حبيبي للتواجن والفاكام ده عند ست جمالات عشان عزومة العيلة بتاعت النهاردة من أمتى يا أختي عندك عيلة يا ست خليلة؟ يهو جرأي أولية بقى أنا جاية نفاعت برضو مفيش فايدة في طولة لسانك لساني طويل بس على قليل أصل يا أختي طبرا إنه كنا حنبقى نسايف في يوم الأيام يا دي الشر الحمد لله ربنا واتخزنا منكم الحمد لله كده هو طب تعالي بقى أقولي بكلمتين كده في ودنك قولي للمحروسة بنتك يا أختي تتلم صرتها بعت على كل لسان سترة البنات واضبع من الله اللي عاديتك يبرشمش معها يا يا ست جمالات وراعي إن إحنا جران يعني جران إيا يا راجل بدل ما ترسعها جوزين الإلام على أصداخها أتعرفها إيميتها جوزين الإلام على أصداخي كانت قوليك يا أولية بلمي نفسك أكسم بالله أقطعك حطط وارميك اللقطة وبكلام يا نهوي هو إحنا يا نجوز بنتك يطقطعين الألوطة والكلاب كل قرف يا جامي مورين يا حكي تنظف يا أخي الشقة وتلمها وترتبها وتقفلها وتحصني على طول وأنا روح أخلص مشاويري حاضر يا حكي تكلع الله والله منعرفتي يا ذا وتبدلت لحوائي ماشي بنسعدك على مالك هستو انت سايق بالهاني يلا يابنك عاديك ناعد عم جمال ناعد عم ناعده مالك انت هتعمل علي سبع رجالة وفي ايه ما لسه شاف كل حاجة لا لا يا عمش اعمل عليك مالك سلام خلاص يا عم خلاص انا اسم ماذا عالتش ماذا عالتش ماذا عالتش مال اهمة وبعدين انت مقلتش حاجة غضط خلاص بقى يا عم بقى في ايه ما تقفش خلاص ام مش قافش تشرب ايه اي حاجة ساعة عشان تبرد ايه تركديه يابني هنا ينزل الدكتور عم جمال ضاي كريمك عندنا كاما عم جمال يا عم بنخليك بنخليك عدوك كنت عايزني في ايه بقى بص يا سيدي انا عرفت ان انت عينك من بقى مالي مالي يا عم انت عرفت من ايه يعني خليليك بتتكلم ايه اولاد ابنها ونسمعتها وحارة وسخة سيرتي بقت على كل لسان كده اه ايه ايه الحياة الحارة مش وسخة نحن اللي بنزفت ايه نزفت حارة بقت وسخة كله محصل بعض اه اه قولها دي انت ايه رأيك فيها بعد ما انجوزت خليلا ما بلاش موضوع رأي انا ده عم جمال ما بلاش انت عد الكسيف تقوله قلولك انا انا بقيت جوز الست اه جوزة ايه انا بيدل دول الست انا بيدل دول الست انا بيدلصي لها حجر المعنسل وبالهم انفتفيت اكلها بفتح لها باب العربية عشان تركب والدلدة غيبليا باز بقى جدع فيه بقى ما تروى بقى انا اللي سبت نفسي سبت نفسي وكد كلهم تحصل حبا وبقرها تتعدل سنة عملت يا عش اي حاجة تتعدل ولا حاجة يا عم انت زي الفول بس انت هتقطع قلب عليك كده فيه عم جمال واحد اللي قاعدين انت انت عرف ان انا كنت حزك جوز كامل يا صح صح ولا زينا انا عايز اقولقولك المناة دم مننا لما عالوا بيتوهم منهم بيبقى من زي لعمة لا عمل اللي بيبقى عارف لا شايف ولا فاهم وعزر وعفينك اسمع كلامي تتجوز كاملين لو عاد سبها خليها تحبك تروح لو عاش انت خليها يلكيلك وتبقى نفسها تتجوزك هو عد ضع فرصتك لو عاتي غلط غلطتي ولا الزمن حيي يجري بيك دلوقتي انت هالباك حي بيحس بيحب لو هالباك مهد هتواعد تستنى زي تستنى واحدة زي خليلة يا بكاميليا متجوزها عادي سلام رمضان قرب كل أصار بقت نار والناس غلابة زي ما أنت عارف الناس جابت أخيرها باش شنطة رمضان ربنا أجعله في ميزان حصناتك وهديك كم إسم كده تظبطهم لتطلعهم لعمر محروس يا باشا محروس في الدنيا وفي الأكرة كل يوم جمعة عايزك تتباح لعجل نصه يتفرع على أهل الحارة والنص التاني يتعمل كده في شكل واجبات تروح مستشفى السطر أوزعه على المرضى؟ ما هنوزعه عندك أترة روح يا شيخ روح يا شيخ ربنا يعمر بيتك في جماعات خيرية كده بعلنوا عنها في التلفزيون عارفها انت؟ طبعا باشا بنت خليل شغالة في مصنع ملابس عايزك تروح تشتري من عندها كام شاروة كده وتعبهملي في كاس الكاس دي كل مكتوب عليها اسمي ها؟ تطبعلي شوية كروت عليها صورتي وانت فاهم بقى اللي هيحصل ليه أحمد بيه انت ناوي على ايه بالظهر؟ بعدين أبو كالمعظفة بعدين انت بس المطلوب انك دلوقتي ايه؟ انك تنفس كلامي بالحرف الواحد انت؟ أمامي باشا والله المستعد صباح الفلي هاليق يا سلا والله انت كمان وحشني جدا ايه؟ اه اه اكيد طب بص ديني عشر دقيقي اجهز وانزلك يلا باي صباح الخير وحشتيني قوي علمار وقا اعمل ايه؟ علمار لا مار تفضلي وعادي على فكرة يا سمر أنا زعلالة منك قوي ليه بس خير وأنا عملت إيه؟ لا عملت وليلي وأنا عملت إيه؟ هو أنك تسيب الشغل وتبعدي عني خالص وما تتسليش وما تسأليش عني دي ما تبقاش عاملة؟ وكمان عرفت إن أنا بابا وماما مفصل ولا فكرت إنك تكلميني إنك تطميني علي حتى هيصمر معلش يلا مارس لنا في دوامة بس بردو أنا طلعت أحسن مني طبعا أنت أحسن بصي بقى بصراحة كده أنا مش جاية النهار ده علشاني خالص أنا جاية علشان حد تاني هو اللي عمالي يزن علي ليل ونهار فاضطريت إن أنا أجيلك لأني واخدى منك موقف ليه بس؟ ليه بس؟ أنا ما كنتش متخيلة إنك تبايني البيع على السودة دي بس يلا مش مهم المسامح كريم اللي باعتني النهار ده يا ستي هو سايد مالي وشي كده غير كده ليه ده مرة أنا مش حابة أتكلم في الموضوع ده في إيه؟ آه يبقى أنت واخدى منه موقف وحش عشان كان بيعملك معاملة مش ولا بد أول متهرفت خالبا ولا واخدى موقف حلو ولا واخدى موقف وحش في إيه يا سامر مالي؟ أنا ما قلتش حاجة وحشة يعني عشان تعملي كل ده؟ متعصبك ده ليه؟ لو سبحت يا لامارة من مش عايز أتكلف الموضوع ده؟ طيب يا حبيبتي ماشي بس يعني هو عايز يعرف ليه؟ من غير ليه؟ من غير ليه؟ لأ لازم في سبب هو بالعافية يا لامارة أنت محسيني أنا جاية تخنق معيكي؟ وبتعملي لي معاملة غريبة من ساعة ما جيت لك؟ هو أنت ما كنتيش عايزيني أجيي لك ولا ي؟ آه جداً آه إيه ده يا سامر؟ إيه الطريقة اللي أنت بتتعاملي معي بيها دي؟ لأ لو كان كده يبقى أنا أسفل أن أنا جيت لك؟ وغلطانة كمان وعلى فكرة مش أنت اللي غلطانة سعيد اللي غلطان لأنه حبي أنه يعرف منك السبب الصح أنه ما كانش عبارك أصلاً تقميب قوي يا لامارة وياريت تبلغيه الكلمتين دول على الثاني موسيقى أه وقرب الباشا أه أه أنا وظلم أسف أن أزعجت ساعاتك لا أبداً مفيش أزعج خلال حاجة لتلعندك سرعة لكي أجد لكي أجد شوي أبداً أنا شفت ساعاتك عند مدحة باشا وعرفت أن أنت عايز سامل معنا شوي معاكم؟ انت شريك متحط ولا ايه؟ انا لو على المجودات اللي انا عملتها في الشركة والخدمات اللي انا قدمتها لهم ده انا مش هبقى شريك ده انا بقى شريكه بالنص كمان بات اللي عندك بسرعة ليه تبقى تحت ايده وانت ممكن تبقى نمرة واحد في السوق كله؟ ازاي؟ انا اقولك ازاي في اداية دي مفاتيح السوق كلها يعني اقدر اقولك تعمل ايه؟ السوق محتاج ايه؟ الناس عايزة ايه؟ الناس بقى ذوقها عامل ازاي؟ تدي المين وما تديش لمين؟ تبيع لي مين؟ وتستنى وتبيع لي مين وتقبض وقتي؟ يعني الجملة والقطاعي في عب العبد لله؟ طب وامتحت مالو؟ مش هو ليه نعمتك؟ الراجل اللي انت شغال عنده بتاكل عنده ايش؟ يا باشا ربنا سبحانه وتعالى وليه نعمتنا كلنا؟ محدش بيرزق حد وبعدين انا بيني وبينك كده خلاص زهقت ان انا اكون في عب غيري ويهي بقى المقابل اللي هتاخده مصدير الخدمة الجليلة دي؟ انت جديد في السوق شركة سمير باشا قبل ما يموت الله يرحمه الله يرحمه ويحسن إليه كانت على حفة الهوية كانت محتاجة حد يزقها زقه كده لقدامه وإلا ما كنتش ساعدتك جيت للباشا بتاعنا وبعدين ابدا انا نظير المجهودات اللي هقدمها لك وايدي اللي همدها لك يعني هاخد خمسين في الماء موافق قول تاني كده؟ موافق لا بقى انت كده بقى مش حبيبة قلبي اللي بتطبيدة كتير بصراحة يا عيزة تبينة كنت عايزة أطلب أكتر من كده بس قلت بالراحة يا بنتي خليلة شوية شوية بس انت كده دخل حامية قوي يا باشا لو ما كنتش حامية المصلحة تروح الشغل بصراحة عايز كده اه طب قوليلي اهو بفرح متولي انت فرح ايه بس دلوقتي يا سعدت البني اهو هتقوليلي انه فزق الخطوبة هزعل قوي هزب ايه هو الموضوع ده انا شايف ان انا مش مستعد له دلوقتي فبصراحة ما عنديش اي طاقة له يعني يا راجل ما تقولش كده اهو انت هتلاقي احسن من فريال يا عيزة تبدي غلطة في الله جرائية يا خليلة ما تبطل شغلة لحموات بتاعك ده بقى انا بقول عليك يا ستة عقلة وبتاعت شغلة تقوم تقوليلي غلطت فيها والكلام الفارغ ده ما تسيبي الولاد ينبسطوا مع بعض ولا ايها متولي يا كبير بس المشكلة ان انا قلبي تقفل من ناحيتها لا ملكش حق اسعدنا انا انا افهم في الستات اكتر منك وبعدين انا كنت عايز اعملك فرح ما حصلش والشبكة كمان بين عندي ولا ايه؟ عايزين نفرح بيك بقى ايه رأيك يا خليلي هو فيه بعد كلام حضرتك كلام يا باشا اللي تؤمر بيه ايو كده طول عمري بسأل نفسي سؤال وعمري ما عرفت ايه جابته بيه اللي هو دلوقت انا لو وقعت مين هيقف جنبي؟ عندك بدل الواحد مليون اه بالفلوس يعني ايه؟ يعني بالفلوس لو دفعت كل الناس تقف جنبي وتساعدني انما ان حد يقف جنبي منه لنفسه كده او حتى عشان انا محتاج له او هو يبقى حسس من جواه انه عايز يساعدني مفيش الجو ده من اعمالكم يعني ايه؟ يعني شوف انت عملت ايه؟ عشان يتردلك يا بنت ده كلام قديم اول اللي انت بتقول ايه ده يعني نقطة اولا ده كلام صح جدا احنا اللي بنقول عليه قديم احنا اللي مبقناش عايزين نشوفه مفيش حد بيفكر كده دلوقتي كلام برضو احنا بنقوله على فكرة احنا بقين عايزين اللي يقع في ادينا وخلاص انا عزيلك سهير فضل اسأل عمرك حبيتي عمي كده؟ لا عمري وازاي كده يعني؟ يعني ازاي؟ انا فعلا عمري ما حبيته ولا تخيلت حتى ان ممكن حدي يحبني عشان كده عمري ما فكرت اني اقرب من حد طب وخليل؟ الله يرحمه ماله يعني كنت حاسس انه ولوه معزة كبيرة في حلبك وانه كان بيحبك مين قالك كده؟ اللي انت بتعمليه هو اللي بيقول كده خليل الله يرحمه كان شريك ليا في الحن لما تخرجنا من الجامعة كل واحد فينا كان عنده قلق كبير قوي وسؤال اللي مالوش اجابة عند اي حد هنعمل ايه؟ هنشتغل ازاي؟ الله يرحمه قالي هنشتغل موظفين طب وإيه الفايدة؟ هناخد ايه؟ هنعيش ازاي؟ هو كان عنده امه واخواته البنات وانا انا احلامي اكبر بكتير من مجرد مرتب اخر الشهر انا شفت ابويا بيتعذب ازاي بسبب الحكاية دي عشان كده حلفتي ميت يمين مستحيل مستحيل اعيش نفس التجربة وبعدين؟ قلنا نجرب في اي حاجة تانية كل البلد بتشتغل مندوبي مبيعات بصراحة الاول كان الموضوع صعب قوي بس بعد كده اكتشفت ان كل الشغل كده ازاي يعني؟ مش فهمي افهم من اكبر واحد في البلد لاصغر واحد بيشتغل مندوبي مبيعات ازاي؟ مثلا الفنان بيسوق لنفسه عشان الناس تحبه الكاتب بيحاول يقنع دور النشر عشان تنشر كتبه انت بيتجيب العمل ابتوعك وتعود معاهم وتعزمهم عشان تعرض انتاجك انا بلف على البيوت والقهاوي يعني هي دايرة وبتلف ده صحيح عندك حب يبقى ايه المشكلة؟ المهم ان احنا نبتدي صح وكل واحد فينا يبقى عارف عايز يوصل لايه وكده نبقى شركة في كل حاجة ده انا سمعتك وانت بتقوله الندم انكم بالفعل شركة لحد اخر يوم في عمري عمره راح بسببي يبقى لازم الناس اللي كان عايش لهم يعيشوا بالطريقة اللي هو يتمنيها الله يا رحب انا عايز اسألك سعيدة قد الاسأل وانت جدع كده ازاي؟ يعني طالع المين جدع قوي كده بابا الله يرحمه بابا يا حبيبي كان نرتبه قليل قوي واحنا بنات وطلباتنا كتير وما بتخلص كنت اشوفه يا حبيبي بيخيط بانطلونه عشان اختي عايزة تجيب بلوزها بساعات كتير قوي ياخد من واحد صعبه جزمة ويزبطها ويلبسها عشان انا يلبس جديد بساعات كتير قوي كان ينام جاعين عشان احنا نأكل تيجي نروح نزوره؟ نعم دلوقتي اه دلوقتي تيجي ما بتخفيش من زهارة القبور بالليلة انا رايح هزور بابا بابا عمر ما راح من بالي وعمر ما كان حد ميت ابدا بالنسبالي ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ مش كويس يا بابا؟ ايه؟ حبيبتي القلب مجالك وشه ولا ايه؟ مش عارفة تخلها من ايه؟ خليك طبيعي ما تيقاس حتى لو قالت لا؟ بالذات بقى لو قالت لا طب ازاي يعني؟ يا ابني افهم بقى افهم ايفش تتعلم؟ مفيش حاجة بتيجي بالساهل بالذات الحاجة الحلوة لازم تتعب لها ماشي طب وماما؟ اه يا بابا؟ ايه بقى بقولك ايه؟ ما انت كنت ماشي يا عدري هتلخبط ليه؟ ليه كل واحد فيكم مش عايش مع التاني؟ ما عند انا شايف ان الاسباب اللي عاملة مشاكل ما بينكم قدفى مما تتخيلوا بقولك ايه؟ انا مش عايز نكد اطلع من دماغي فضل 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 انا مستحيل اعيش معها تاني ولا حتى عشان خاطر نوار بابا انت مش واخد بالك انها بقى لها 4 ايام مش موجودة في الفيلا اصلا انت مش واخد بالك انها بقى لها 4 ايام ما سألتش علام الاساسو يعني ما اه اه اكيد موجودة عدم ميتها يعني بس كان لازم تتصل وتسأل بنفسك بابا انا ليه حاس ان انت مش دريان باللي بيحصل حواليك؟ ليه حاس ان انت مش دريان اصلا ان احنا موجودين حواليك انت عمرك ما كنت كده اعليش يعني يمكن بس لبين دول اكون مشغول شوية وايه الجديد انت على طول مشغول لا لا خالص انا من زمان تعبان ومش بستريح عشان كده بقولك لازم لما تختار تاخد بالك كويس قوي لازم تختار واحدة بتحبك فرن وعايزة تعيش معاك وانت كمان تكون عايزة تعيش معاها ومحتاج لها انتو الاثنين تكملوا بعض بش انتو الاثنين تحاولوا تدمروا بعض وكل واحد يحاول يسيطر على التاني حبها قوي وهي كمان لازم تحبك قوي وكل من عقباته قدامكم زادت كل ما ده كان اختبار عشان تتأكدوا انكم فعلا عايزين بعض اكتب قصتك وعيشها زي ما احلى قصة الحب تكتبت وتعاشت انت خطير يا بابا طبعا يا بابا بابا انت بتحب؟ اوه انت اكيد بتحب عشان كده عايز سيب ماما اوه لو انت عايش في الحالة دي انا مش هكلم معاك في الموضوع ده تاني ومش هجيب لك سيرة ماما اصلا بس احب افكرك بحاجة واحدة بس انت كده بتظلمها ستة عاشت معاك احلى فترات حياتها عاشت مع بعض سنين كونت نفسكم مع بعض كل حاجة كنت بتعملوها سوا ليه دلوقتي عايزت عايش حياتك بالشكل اللي ينسبك في الوقت اللي هي ما ينفعش تعايش حياتها بالشكل اللي ينسبك بابا لو مهما جات كده فاجئة وقالتلك انها مش هتقدر تكمل معاك وان في حد تاني بيديها مشاعر احسن من انت كنت بتديها لها موقفك هيكون ايه؟ تكننت ولا ايه؟ شوفت انا حبيت بس تخليك تاخد بالك انك زي ما من حقك تعيش حياتك مش من حقك انك تدمر حيات غير انا اسف يا بابا عارف ان مش المفروض ده كلمك بالشكل اللي بس لما تيجي ست تاخد راجل متجوز وعنده عيال وعارف انه عايش مع ست ضيعت عمرها كله معاه وتوافق بكده ايه بقى ما تستلش انك تحبها ولا تحترمها ايه بقى اللي جيبك يا شيخة؟ ليك يا حق؟ بس انا عارفة ان قلبك ابي وما بتشيلش عمرك القاسية ولا الوحش وانا لو مكانك هعمل اكتر من كده خلاص اقلت اللي عندك يلا بستلعنا يلا يا مليه يوا ايه قليل اتفضالي فيه ايه ده انا جايلك لحد باب بيتي خير يهو طب قليل اتفضالي اشرب شاي بطن يا حبت يلا بقى باشرب قهوة وزياد احاول الله يا رب ايه عايزة ايه اعايزة اقولك سامحيني اعاف الله عما سلف وبعدين ده احنا اكتر من الاهل وعشرة العمر خلاص هاته اللي في جوفك وخلاصيني العيال قطعوا يا رب اخصى عليك يا جمالة يا رب يا رب يسعدهم ويهنيهم ويحلي ايامهم ايه يا أوليا انت مش هولتي مش عايزة ان اصحب ده وماشتها يا انا وسبت الحرة كلها وخلعتي عايزة منينا ايه تاني الواد حيموت على البيت ما يموت يا أختي اخصى عليك بعد الشر علي ده الواد اللي طلعت بيه من الدنيا وبعدين متولي ده انت مربيا معاي يعني ابنك زي ما هو ابني بقولك ايه الله خليك نفوخ بيوجعني بس استهدي كده بالله وخلينا نتكلم وندفع فيه تاني بصي بقى انا مش عايزة الريال يقولوا ان احنا اللي بوزنا الجوازة وعشان كده جيالك النهاردة علشان متولي عايزي تجاوز في ريالة وانا بقى مش هجاوزه في ريالة ايه قولك طب ما تسأليها سألتها وقالتلي انها مش عايزة ومش هترجع له بعد اللي حصل بس اسأليها تاني وحجيلك بكرة نحدد معادة الفارح هاه انا مش عايزي تزععلي متولي بلاش حركة الجنان بتاعتك دي واماني بقى الي جاب صرت الزفت دا دلوقتي بقولكками ما تجي نتجوز انا حاسة ان احنا متفاهمين اوي مع بعض لا 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 انت كدة بقى مش حبيبة قلبي انا محبش حد يطلب مني حاجة انا ملمحتش بيها اه بس انا مقصدش والله يعني على فكرة متولي وامه كانوا عندي من شوية وانا قلت لهم يروحوا عشان يصلحوكي يلا حبيب تلبسي بقى عشان زمان متولي بيدور عليك امتى شكلك رايح لكاميليا صح انا مش عارفة كاميليا انتي فيها احسن مني بحبها اه كاميليا اصلها تتحب وانا ايه انتي بقى تلبسي عشان زمان متولي بيدور عليك زمان الحارة اللي انت شايفها دي والناس اللي انت شايفهم بيجروا على اللي بيديهم ما كانش ممكن يمد قديهم مهما احتاج لو حد محتاج وحد قال له خد يقول له ربنا العراضي كان يوافق ان انت تشاركوا لقمتك بس محبة مش عاطف لو حد محتاج وقلت له خد يقول لك شغلني انا مش تعبان ولا قليل الحيلة بس الناس كانت ناسة سيدة وما كانتش صبهم اللي صبهم يزر جرالهم اللي جرالي وصبهم اللي صبهم لا يااختي ما تقوليش عابسك كده لدي زال فل وأمرايا ده انا عبا فكر اجوزك عشان كلام الناس ودي عادل اقول يا امو عادل انا عايزة اروح ازور أبرى ابوك 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 مين ابوك يا ولا هو انت الجننت يا ولا ولا انت بطلت اسمع السلاحة بتاعتك مش قلت ابوك مات وما نقولوش جصة هنروح نزوره فين مش اللي بيموت في الحرب وما يلاقوش جتته بنروح نزوره في قبر الجندي المجهول اه عندك حق صح يلا نروح نزوره طب وليه المشوارة ما نقرره الفتحة وهو أكيد هيحس يعني نقرر الفتحة هنا وخلاص لا انا لازم ازوره يلا يلا ده اخر كلام عندك؟ اه انا عايزك يتغذي وقتك انا حاسة ان ده القرور الوحيد الصحي اللي اخدته في حياتي عايزة شخص مناسب جدا لاي بيحبني حاسة انه حيس عادل طب وعادل ايه اسكتيلي مش عايزة تكلم في الموضوع ده كاميليا انتي اختي الكبيرة اه بس انا من حقي اخاف عليك واعزة ده عمل كل حاجة عشان بس يظهر قدامك وهو ده وحش ما قلتش وحش بس مش معناه انه بيحبك اكتر من عادل مش عايزة تكلم في الموضوع ده ليه؟ عشان مش عايزة تفكري في عادل؟ ولا مش عايزة ترجعي في كلمك بالنسبة لهاي السادة؟ مش عايزة احتار تاني انتي اصلا محتارة حتى تجربك القديمة معلمة كيش خايف عليكي تقعي في مطب ما تخفيش مراضي مختلفة لا طبع مش مختلفة هترجعي تاني تبقي وحيدة ومحدش حواليكي وهتحيس انك ضياتي فرصة ان حد يكون بيحبك بجد من قلبه عايزة بيحبني بجد بس ما ازاي عادل؟ انا قلتلك وانتي حرة تسمعين الدوشة دي يا بنا؟ فيه شادر هنا في الحارة وقاة فيه فرح ولا ايه؟ تلاقيه فرح متولي وفريان نور السودة تحكي على ايه؟ قصلي متولي ده؟ تصفان عليا قوي السلام عليكم وعليكم السلام يا طراء كامليا موجودا؟ اه تفضل اه أه أهلاً يا عم جمال أهلاً جمال آه كنت عايز أتكلم معاك كلمتين وياريت نبقى لوحدين آه مفضل عن إذنك يا بنات شكل جلال؟ لا خالص حلق ليه؟ كاميليا أنا زي أبوكي مش كده؟ تعالي كده ما بيتيش ألا أنا قومني ما حسيت بقلي شوف يا كاميليا أنا جاي أقولك كلمتين ما فيش كره عادل عم جمالي أنت في إيدك تعملي منه إنسان تاني تطلعي أحلى ما فيه تخلي أحسن بالأدم في الدنيا وفي إيدك برضه إنك تهدميه والضياء هي أحلى حاجة فيه أنا ما عنديش كلام تاني قاد إذنك أحسن المصحك الحديث دلوقتي ما عندكيش شغل البكرة ولا إيه؟ خد تأجازة اوه كنت عايز اقولك على حاجة هنحتمل اصافر ازبوات جاي تسافري تسافري فين المانيا طيب هترجعي امتى مش عارفة بس لو الدنيا كويسة مش هرجعتين ايه مالك؟ مش عارفة قلبي تقابض مرة واحدة كده سامحي هو مين ده؟ مروان اسمعي مني انا فهم في البناء ده ما كتر مني خصوصا للرجالة انت اللي بتقولي كده؟ بعد كل اللي عملوا فيا؟ زي ما كل واحدة فينا عملت اللي عملته ورغم كده بتحب الناس اللي غلطت في حقها غلطت في حق نفسي رغم اني ما باكرهاش لما سبت كل الناس اللي انا بحبوه وجيت هنا كان عاصبا عنك وانت قلتيلي كده كان ممكن ادور علي حاجة تانية عاملها بس انا كنت فكرة اني بكبرهم يجوا يعيشوا جنبي ويقفوا جنبي غزبا عنهم وقلتلك قبل كده اني كنت هعمل زي كونت حر بس كنت لوحدي ما ليتش حد يقف جنبي وعرفت اني انا اضعف من كده بكتير يعني اتمودي نفسك عشان تبقي قوية لو كل واحدة فينا كانت قوية كانت عارفة تعيش حياتها صح بس احنا اضعف من كده بكتير انا هارت عشان تعودت اني انا هارت هسفر مع واحد عرفته ماهرفش ممكن يعمل معي ايه يمكن يطلع كويس يمكن يطلع وحش بس المهم هاجرب في حتة تاني اسمعي مني مروان طيب بس غبي معرفش يفرق بين اللي يزبط لابوه انه بيحبه وان الجدير بسقطه وبين الحياة اللي لازم يعيشها فلسفت عليك شوي ضعي حبيبتي ولا يهمك اقولي كل الجواكي انا هسمعك السنين اللي فاتي اديات انا هبت كل حاجة جواني يمكن من ساعة مبويا وامي ميته او من قبل كده معرفش من ساعة بقتش حاسي براحة رمضان ولا بالعيد والهدمة الجديدة من ساعة من ست صحابي القدام طيب تدعي وعديدي وسنة بسمعي مني الدنيا قلبت كل حاجة فيني مش عارفين ايه الكويس والوحش والله ازاي ما بقولك كده انتي كويسة حبيبتي انا كويسة كويسة جدا انا كان جديد انا ملأما حاجة عادي خلي بالك مني تبت حذريني ولا ايه يعني تبنيش خايفة علي ولا حاجة وهي دي حاجة وحشة لا يا حادي مش حاجة وحشة بس انا مش عارفة ليه يعني كده من جواي لسه مش قادرة ارتحلي حاسة ان انتي وراكي مصيبة جاية تعملها والله انا كمان حاسة بكده ناحيتك بالزبط وعارفة كويس قوي انك مش طيقان بس خلينا نقول ان احنا في الاخر اخوات من امتى حاببتي؟ لا ده غصب عننا مش بمزاجنا طيب بقولك ايه؟ اخبار الستة الوالدة ايه؟ اكيد مش مبسوطة واكيد بتحاول تنسى وتخرج من اللي هي فيه طيب سؤال سخيف معلش ممكن؟ سخيف؟ لا يا هاببتي خدي راحتك قولي اللي انتي عايزاه عمت انا متوقع منك اسخف حاجة في الدنيا هاي زي ست والدتك قدرت تقتل كده عادي؟ ولا هاي متعودة؟ اولا ده الموضوع كمان ممكن يبقى وراسة يعني انا كمان ممكن اعمل زيها بالزبط مع اي حد ما عندوش دمي بس بحاول امسك نفسي خلي بالك بقى بخلي يا بالي ما تخافي هاي تعيتي حاني هاي تعيتي ي basketball هاتيه مفتاة انا عمري بحياتي ما كنت مبسوط زي النهارة معا اني روحت الجردة قدي مليون مره انا مبسوط事 قوي ان انت مبسوط وأنا بحبك وأنا كمان أكتر بكتير بس أنا عايز أقولك على حك قولي أنا كلمت الدكتور محمد وحددت معادي العملاء من غير ولا كلمة عشان خاطري وكمان من هنا ورايح أنت ملكي على فكرة ومش ملك نفسك وتسمع كلمي أنا وبس بس أنا خايف من إيه؟ خايف لموت أنت اللي تقول كده؟ أنت دكتور يعني وعرف أن العملاء دي بسيطة وسهلة قوي خوفي من الموت ملوش علاقة بالعملاء وأنا حبي ليك مرتبط بالعملاء أيوة على فكرة أنا مش عايز أشوفك وإنت بتتقلم وزعلين ومتدايق عايزك تبقى مبسوط عايزك تبقى دايماً مبسوط عايزك تشير موضوع المرض ده من دماغك تماماً وده مش هيحصل غلاء وعملت العملاء طيب خلاص أنا أكلم محمد علشان أشوف المتبر آآ لأ يعني أنا عارفة أن إنت لو شفت متبرعة دلوقتي هيصعب عليك وأتكرر أن إنت أصلا مش عايز تعمل العملية خلاص إنت بستعجل على إيه يعني؟ هتشوف يوم العملية وخلاص طيب ممكن أطلب منك طلب أي حاجة ممكن منتكلمش في الموضوع دلوقتي إزاي بس؟ إحنا بكرة صبح هننزل نروح المستشفى عشان أردت بكل حاجة أحبك وأنا كميل وعملت إيه في اللي قلتلك عليه؟ كله زي ما حضرتك أمرت كله تماما ماشا كله أنا عايز البلد كلها تدعي لي يا ماشا اعتبر البلد كلها في عبك لا أنا مش عايزها في عبك أنا عايزة ترفع أدها للسماء كده وتدعي أن ربنا يحميني يا مين دي يا جاشا؟ البلد آه البلد عايز أكبر رأس في البلد دي إنت في إيديك كده هو أوامرك يا ماشا يالله قلت إيه اللي حصل لك؟ كان لازم تتسحلق في عماما الحمد لله لك أفضل ماشا مساعد خير مساعد نور أهلا وسهلا أهلا مين دي يا بكرة؟ بالتاريخ يا ماشا أهلا وسهلا أهلا بك سوري قوي لو كنت جيت من غير معاني لا إفانديم ده حضرتك تشرفي في أي وقت تفضلي ساعدك ماشا سيقا ماشا سيقا تفضلي ساعدك ماشا سيقا طلعا في جنينا أحسن؟ آه زي ما تحب تفضلي هنا كويس؟ أهلا أنت عايزه؟ لا لا التاريخ يجب أن يقعد في أحسن حتة عني ماشا سيقا ماشا سيقا ماشا سيقا تفضلي ساعدك ماشا سيقا ماشا سيقا تحب تشرفي إيه؟ آه أعملي أهو هل تتكلمين أنا؟ آه أعملي قهوة أعمل لها قهوة أعمل لها قهوة أنت مش تقول إنها تاريخي أعمل لها بقى أخوة تاريخة باشا حاضر تحت أمرك أهلا بيك يا فانتون زعل أنا منك؟ يا باشا ده أنا أدفل نفسي بالحيا لو أزع على واحدة زي ساعدتك إنما يعني هو لم أخذة إحنا نعرف بعد قبل كده محو ده اللي مزعلني مني إزاي ما نعرفش بعد؟ أنت زي ما حاولتش تتصل بيه طول الفترة دي آه صحيح لأ في دي عندك عم وحكم ما تعرفنيش لا 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 أزعل منك قوي قوي لو ما تعرفنيش إزاي فانتون وحد ما عرفش طريقي؟ ده إحنا حتى درسناك وحنا صغارين دمك خفيف الله يحدي أنا أعرف آيتن كويس أوي آيتن؟ آيتن ابنت خالي مالت ليش يعني تعرف؟ أنا مفيش فستان لبسته إلا لو كان من تصميم شركة آيتن أنا حتى عرف سامير جزء أمها كويس أوي كنا أصحاب أوي حبايا حتى أمها عرفها هنت ست لطيفة استغبية آيف دي فلن عندي الحب آيتن جات لي واتكلمت أنا وهي عشان كده أنا جيت لك واضح إنك حد شاطر أوي أوي فاهم الدنيا كويس وعارف إزاي تستغيل الفرص الأهم من ده كل إن الدنيا دي مقسومة نصية نص عايز يشتري الجزم والنص التاني بيلبس الجزم واضح إنك إنت قررت إنك تكون من نص الأولين صح؟ لا أنا قررت أكون المصنع اللي بيصنع الجزم بحكتني طب اسمع بقا يا شاطر المصنع ده لو صاحب برضو لا المصنع ده لو مدير ومدير بيتغير أنا بقا أكون صاحب المصنع اللي هيغير المدير ويعين اللي على هوايه انت كده هتعادي ناس كتير قوي عادي مش مهم اللي بيحضر العفريد بيعرف اسرفه قوي يلبسه مطلعه صعب نعمل له ظهر بقولك ايه من هجيب لك التلام كده من الاخر اسمع يا شاطف انت كفاية عليك قوي لحد كده مش مسموح لك انك تكبر اكتر من كده وبعدين يعني ممكن نسيبك تلعب في الترك بتاعك عشان تعرف قد ايه احنا كورما طبما انا عندي كلام تاني ان اللي مش هيجري معايا في الترك بتاعي مش هلقي مكان يعط فيه بردكة الاحتياط تلقى اهوة هالب ايه ده اعمل هالب نفسك السلام ده صرف ليه يا فانده مرسي يا عزت بقولك يا ابو كارما اقمر يا كبير عارف انت يا ابو كارما البرامج المدفوات الاجر دي يعني ايه؟ يعني مش ما اقوله واحد زي رجل اعمال مهم في البلد وصاحب اكبر حزب سياسي مانطلعش في التلفزيون اه قصد ساعتك يعني عايز برنامج سياسي؟ اعوذ بالله سياسة ايه واجه عالبي ايه؟ امان ايه ماشي؟ انا عايز البرامج اللي هي بيطلعوا هيعايات فيها دي اه عايز عاية شوية يا بو كارما عايز اصعب عن ناس عايز الناس تحبني متدعيلي اه؟ عايز يا تخوية عايز يا تخوية حبيبة بحما حبيبة بكر مبروك ألف مبروك الله يبارك فيدي انا قلت اول واحدة لازم تشوفني وقف على رجلي هو انتي انا بجد مبسوطة قوي و انا كمان عندي لك خبر مهم جدا ايه؟ انا شغلت هنا في الشركة انا استهمك مين؟ اخوات خليل الله عزي ايه؟ ده ده كنت فاكرا انك هتبقي مبسوطة انا فعلا مبسوطة بس مستغرب شوي ليه؟ هو انت فاكرا انك انت اللي واحدك اللي جدعا ولا ايه؟ لا طبعا فيه ناس اجدع مني بكتير لا غير صحيح انا عمري ما شفت لا في طموحك ولا في جدعانتك طيب انت دلوقتي بقيت كويس استلم بقى الشركة بتاعتك وحل عن دمالي اللي انت بتقولي ده اللي انت سمعته لا انسي اسمعي انت من هنا ورايا هتبقي المديرة المسؤولة عن الشركة دي كلها لا ماينفعش انا عندي شغلي خاص انا قلتلك سيب شغلي كم هنا طب ازاي ادهير هنا وانا بعمل شركة خاصة لي ماينفعش كده هنبقى اعداء ومنفسين لبعد في السوق وليه ما نبقاش كيان واحد بس ماينفعش ليه ماينفعش عشان انت بقى كيان كبير قوي وانا لسه يا دوب بحبي وعشان اندمج مع كيان لازم يبقى قدي او اصغر مني عشان مايرفعش عينه فيه مين ده اللي يقدر بقولك ايه بحل بقى عند دماغي وانا قلتلي كنسي انا بجد بشكرك على وقوفك جنبي انا برضو اللي ويفت جنبك ومال انا اقول اياه اصلك مش فاهم انت مدتلي ايدك وانا كنت بدور على اي حد يساعدني وانت ويفت جنبي وانا عاجزها اتبالغ وانت بتهربي يا مونة انا هرياحك انا عمر محبيت مروة ولا فكرت في لحظة ان احبها انا كل اللي كنت عايزه منها انها توافق على انا عايزه منها وبس انا انا بحبك انا مش عايز اسمع اين رد دلوقتي انا عايزك تسمع منك كلمتين دول وتعيش حياتك بس ارجوك ارجوك ما تبعديش ها يا مونة انا لما فكرت في ليه انا بحبك بالتحديد ما لقيتش اي سبب واضح غير اني بحبكه بس انت عارفة لو كان في حاجة موينة كنت قلت ان الحاجة دي نقصاني واول ما امتلكها خلاص الحب ده هيروح من الاخر انا كل ما بشوفك بحس اني بشوف الدنيا اللي اتمنيت ان اعيشها ولسه لغاية دلوقتي ما اشتهاش صباح الفل ده الموسم كله قدامك بين ايديك هاتم الاخر انا هديلك كل التصميمات اللي هيتراحة في السوق الموسم اللي جاي وهنخلى المصانع تنتج لنا نفس الشغلة ده باسمنا وعليه التيكت بتاعنا وننزله للعملة وهعرفك على اكبر مديرين المحلات اللي موجودة في السوق نغرق السوق قبل ما هو ينزل شغله ام افهم من كده بقى انا مفيش حد يشتري منهم لأيلم الموديلات الي عنده هي الي عندنا فقط الفرق ان احنا هنزلها بدري عام في السوق. وبسعرها قد. الله ينور عليك. لا انا ما بحبش النظرة دي. انا اشوف اللي يشرعي 100% طيب يلا توكل الله عشان انا عندي معاد مهم دلوقتي. ايه ده فجأة كده؟ اه طبعا عن اذنك. لا والله العظيم ده كده كتير. ده كده كتير جدا. هي الدنيا مش هتبطل لللي بتعمله معانا ده ولا ايه؟ حاجة سخيفة. يلا. عيب. والله عيب. هذه الدنيا. اهليان. ازاك يا باشا؟ ازاك يا عبار. ه Thailand عبارة مليزيك يا زايد. هتبنا نور دينا بالأبارة المراشة. ايه؟ مش اكلك كده مبسوط اول مهارة. قل لي الشيفسه عتك بلازم ازاي الفلتك. طيب قول لي الشغل اللي هنا اعمل ايه علي حسة؟ اه باشا، بنحب و SANDا. كنت عاوزك في موضوع مهم وبيني وبينك أنا قلت يعني عزمك على الغدف حتة ولا حاجة بس قلت إن المكان هنا في مكتبك هو أحسن مكان يا باشا المكان اللي سيادتك تشاور عليه أنا راه من شرطك القضية القديمة عايزين نفتحها تاني ونتكلم عن اللي حصل ونقول إن تقديت ظلامت وإن اللي ظلمك دلوقتي بياخد جزائه في السجن وقبل ما تسألني عن السبب أنا هاجي معاك دوغري زينة بتبقى والدة أيتم اللي هي قريبت أحمد يعني باختصار كده الجريمة كلها متصلة بالعيلة انت فاهمني طبعا آه طبعا باشا وأنا كنت عارف إن انت كنت قضيت فترة كده في الحارة اللي مين هحمد فعلا طيب مش هتقول لي بقى مين هناك يقدر يفيدنا أفيدك فيه بالظبط باشا هقول لك أنا أحمد بقى شخصية مزعجة جدا واللي أنا بعمله ده صدقني أنا بعمله لمصلحته أكتر مما تتخيل هم تشوفها باشا قل لي بالظبط وبصراحة انت عاوز إيه وأنا أكون معاك على الموجة مية مية تشوفها عبدالله أنا أكلمك بصراحة إحنا لو عايزين نسجن أحمد ده في لحظة هنسجله بس إحنا ناس محترمة بنحب ورقنا يبقى رسمي بنحب نقدم المستندات والبراهين عشان لما يقع ما تبقلوش قومة طب إيه رأى كباشا أنا عندي اللي يفيدك في الموضانة إهدى علي نعم تمام ألو إيه عم جمال قاطع ليه عاني بقى لك كم يوم بقول لك أنا عاوز أشوف أكداول في موضوع مهم أعاز أكلمك يعني حكاية خلصت على كده ولا إيه؟ لا يا خارج على زمنة القضية شوفوا حضرتك إحنا اعتمدنا على أن التقرير اللي مكتوب بيقول أنه خد دوا مسحوب من السوق بعد التداول وده طبعا صالح والدتك لأن الدوا مكتوب على رشدة من الرشدات الخاصة بيه وبكده إحنا نقدر نزبت أنها كانت بتبديله الدوا بشكل طبيعي وبحسنية يعني كده براه؟ مقدرش أقول لك إيه اللي ممكن يحصل دلوقتي نسخ روجه على زمنة القضية معناه إن إحنا ماشيين صح طب تفضل علي؟ يا لول علي؟ 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 إنه حبيبي ما حاشتني؟ أنا لم نمضش من البارح لحد ما تطمي بطلع من المطبعات ده حلم عامري والله إنت اللي حلم عامري يا حبيبتي بقولك إيه؟ أنا عايزة سفر كنت لسه هقولك كده؟ أه بس بس حتسفر أمتى؟ دلوقتي لو عايزة لا، أنا محتاجة شوية وقت كده عشان أزبط حالي وأقول لخويتي سمر، أنا مش عايز أصرف حياتي خصوصاً حياتي معاك أنا بحبك وحب ليكي مش مجرد ارتباط لا، ده حياة كاملة انت إيه خليك تقول كده؟ مش عارف حاسس كده أنك متضايقة أنك مخبية حاجة عني أنا مش عارف أقول لك إيه قولي، اتكلمي أنا عايزك معي في منتهى الصراحة ما أنت عارف أن أنا ولمار كنا أصحابي؟ إذا كان موضوع للمار ده انسيه خالص مش عايز أي حاجة تأسرع لحياتنا مع بعض أنا بحبك وعايز أعيش معاكي دي الحاجة الوحيدة اللي عايزك تحطيها في دمارك وتفهميها أي حاجة بعد كده أنا حقدر أحل لها، أوكي؟ حبيبي، مرسي، أوي، أوي، مش عارف أقولك إيه صباح الخير؟ أهلا يا مرضي إيه أهلا دي؟ أعودي بس خلينا نتكلم، أعودي إيه ما قلت ليش؟ عملتي إيه؟ فتفضل، أول مقالة ليه؟ كويس أول مش تقراها؟ هم؟ آه، آه، آه طبعاً أعراف بس لازم نتفق الأول نتفق على إيه؟ نتفق على الجواز أما هو ده وقته؟ آه طبعاً وقته، وقته ونص كمان أصلي بيني وبينك أنا لما بطلب حاجة من حد، الحد ده لو اتأخر عليها في الإجابة بتدايق، وبتنرفز ودماغي بتوديني الحاجات تانية وحشة كتيراً، أيها جيبة استقرار الجوازي من الصعب إن أنا أخذه بسهولة دي؟ النهار دي؟ نعم آه، إيه المشكلة؟ ياه؟ ده أنا كنت متخاني إنك هتبقى مبسوطة وفرحانة في الحقيقة أنا وجيبة ولا مستني أتأخذي رأيي يا أحمد الأول؟ أحمد؟ أحمد، لا طبعاً أوه أحمد بن عميتي قال لكن مش للدرجاتي يعني مهوش كلمة عليا طب ما تروحي تقوليه لواجيه عارض عليها الجوازي؟ شوفي كده هيقولك إيه؟ والله العظيم هيقولك يتجوز إيه؟ اخس، اخس، كنتش متخاني إن في بنت جميلة وزكية زيك كده؟ عايل زي أحمد يضحك عليها بالسهولة دي؟ أنا فاهم أنت فاهم غلط لا، أنا فاهم صح وصح قوي كمان أقولك على حاجة كل خطوة بتعمليها بيديني هنا لحد المكن بس عادي، أنا ما عنديش مشكلة أنا بقول إن أنت بنت طموحة وعايزة تعيشي وعايزة دنيا كلها ما بين إيديك ويمكن عشتك في الحارة هي اللي مؤثر عليك بس مفيش مشكلة، عامل للك عقدة يعني أنا برضو مقدر لأن أنا بدأت زيك كده من الصفر عملت كل حاجة عشان أوصل للي أنا فيه فأنا مقدر قوي إن أنت خايفة تخساري كل حاجة عملت ليه مال بقولك أنت فاهمني غلط أقولك على حاجة انزلي من هنا وروحي لأحمد وليله وريه عايز يتجوزني ومصمم والنهاردة وأنا مش حافة تصرف إزاي وشوفي كده رد فعله هيبقى إيه أقولك على حاجة مروحي أنا كنت مصمم إن أنا مفتحش قلبي لأي حد مهما كان لكن معاك إنت أنا فتحت قلبي ولو إحساسي بيكي طلع غلط أنا مش هفتح قلبي لأي حد تاني مهما كان ممكن على الملف ده ولا المقال ده أنا هقراه وأكيد يعني هيبقى ناقص حاجة كده ولا كده أنا مش هبخل عليكي بخبرك بس مش هينزل لما استنى منك رد يا آه يا لأ تفضلي تقدري تمشي دلوقتي أم أحمد ده بقى فلو كارت تاني خالص وذي تابعة الو أيوة حنم طب خليكي أنا جايلك استنيني سلام وحش ديدي وانت كده هتخليني اتعذب واحتار ومالو عشان تحسي باللي انا هاسس بيه ها ها الله حلوة او رواية دي اسمعي مم وانا قررت ان انا ترجمها اوه بس خلي بالك النوع ده من الروايات بيحتاج لترجمة خاصة جدا فيه عيب كبير بيقع في المترجمين اللي بيترجموا الروايات الأدبية دي بيترجموها ترجمة حرفية والقارئ بيتدايق من الأسلوب ده خصوصا بقى لو فيه حد حديث العهد بالقراية لو وقعت فيه دروية من دي مش هيفكر يقرأ بيه طب وانت رأيك ايه؟ انا رأي ان انت تقري القصة كويس قوي وتفهميها وتفهمي ما وراء السطور والمعاني اللي وراء الجمل والترجميها ترجمة سهلة ومسيطة وجميلة زي الكبير فالقارئ يفهمها بسرعة انت لغز كبير كبير قوي لا لغز كبير ولا حاجة بالعكس انا سهلة قوي وبسيط قوي وبحكمك قوي 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 طب و بعدين ولا قبلي انا بصراحة مش قادر أبعد عنك اكتر من كده وعايز عايش معاك العمر كله واي حاجة انت عايزها انا هحقق هلك على الطول مصدقين يا كاميليا أنا عمر ما حسيت الإحساس ده قبل كده قترجت ان انا مستغري اه والله انت عارفة انا لما كنت بشوف واحد بيحب واحدا وقعت سرحان وبيفكر اقول إيه الغبي ده اه انا دلوقتي بقيت الغبي ده كاميليا احنا عزين نعيش مع بعض العمر كله ونكسب من الزمن من أحسب ما فيه انت عزين نيعز مع بعض العمر كله ماشي؟ هستنىك عشان نضغط بساني مره أنا قلتا يجي وأقول لك تقول لي لي؟ مره وأنتي مش معي بقول لك متحا تقلم ونا أنه أريد أن تجوزها هو أنت ناسي أنهوك أن أريد أن تجوزك أنت؟ هو هي أصله ده؟ هو أنت مش اختها؟ هي ونا زي تعمل معك كده وتأخذه منك هو أنت حبيتي قبل كده؟ لا أقفة بعم أنا لازم أمشي وأبقى أكلمك مره وأنتي هتعمل إيفنا أنا قلت لك عليك أكلمك بعدين هو إيه اللي بعدين؟ مره وأ! شوف 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 اشتركوا في القناة